كلام بجد شد وجزد خد وهات وهات واخد بص شوت عد فوت لأ ملعوبة حيلو عمو ما تخافش على الأهلي بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك اكتابة وعسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم حكمة قرآنية لكل الأزمان والأماكن والأحداث إبراهيم أهلا بك يا مهندس أهلا بك يا عزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم لقاء الخميس من ملك اكتابة الحلقة التي تحمل الرقم 738 يبدأها المهندس عدلي بالآية القرآنية وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم شيئا مش شيئا طيب لازم لا ده ده مهمة نحن بنتكلم بقى في قراءة القرآنية الحقيقة أنا عملت أما الفترة اللي فاتت الأحداث آخر الثلاث شهور دول ووصلت أن الملخصة هي هذه الحكمة القرآنية اللي هي بالبلد اللي تخاف منه ما جيش أحسن منه لأن لما تشوف الحال وأنت تستعد للسفر لكأس العالم والضيق الشديد من تداخل المواعيد ثم الضيق الأشد من النقص للإصابات ويوصلك دماغك إلى نتائج متشائمة فتجد أن كل الأمور فيما يليها عكس ذلك تماما إبراهي ده كلام مهم جدا فيه أكيد تفاصيل في المحتوى لهذه الحلقة وهذه أبرز عنوين مقالي ومقاله والمشكلة أننا لا نتعلم الغربال مدونة السلوك الإعلامي هل تكفي؟ لكن بعض متلسانه لما تكون الغزالة ريئة والشموع الحمراء عن عمر سلطان باشر لكن في أسرار الملك سلوك يعيش دائما وأخيرا مجلتنا اليوم ومن أربعين سنة ده المحتوى للحلقة اللي بدأها المهندس عدلي بالآية القرآنية لكن هنيجي لده كتير من التفاصيل بس عايز أطمنك على قيمة الأهلي لمباراة السابت ساعة تسعة السابت الأهلي وسانداونز الجنوب الأفريقي بستاد القاهرة مستر بيتسو مسماني بعد التمرير النهاردة اختارت 22 لاعت ممكن كان أحمد عبدالقادر محل خلاف لأنه ما تمرنش بسبب شعوره بإجهاد في العضلة الأمامية وكان آآ فضل يريح الجهاز فضل إنه يخليه موجود معاه على أمل إنه بكرة جمعة إن شاء الله يشوف آخر حالاته لكن الاتنين وعشرين لقائمة المباراة فيهم أكتر من آآ عنصر مهم جدا راجع شناوي وعلى اللطف ومصطفى شوبير رمي ربيع وياسر إبراهيم وحمد فاتحي حسام حسن ومحمد شريف وحسين الشاحات وقالو ديانج وعمر السلية ومحمد مجد أفشا محمود وحيد وعلي معلول آآ ومحمد محمود وبرستاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس مكسوني ومحمد هاري وأحمد عبدالقادر للتأكد من حالته يعني برستاو راجع لأول مرة من فترة والله حضراتي برستاو ومحمد محمود لتاني مرة بيوضع في القائمة مما يعني إنه بدأ يكتسب بعض من المستوى واللياقة والجاهزية لتمنى أن تكتمل من خلال المباريات وعشان نشوف برضو مدى الإضافة اللي ممكن يضيفها للنادي الأهلي لاعب هذا الحجم من المهوضة عودة علم علول ومحمد هاني ومحمد عبد مين عبدالي بالتلات اللي كانت بيفضل يريحه ما هو واضح إنه كان هو بيلعب المقصة كتنعينه على ماتش صندوق طيب موسيماني كمان بكرة عنده مؤتمر صحفي حي يعقده خاص بالمباراة هو كابتن الفريق اللي هيختاره لحضور هذا المؤتمر حسب نظام البطولة كمان بكرة الأهلي بيختتم تدريباته وهو الداخل للمعسكر عشان يطمئن على كل ترتباته فيه بيتم السماح لوسائل الإعلام بخمستاشر ديه فقط من بداية المران لحضور وسائل الإعلام والتصوير المسحة الطبية للعيبة اللي بيخضعوا لها قبل المباراة الجماعي كانت النهاردة المران اشتمل على فقرات فنية وتكتيكية كثيرة لكن الفقرات البدنية استمرت لمدة أربعين ديه تحت قيادة كابيلو رنجواجة مدرب الأحمال واضح جدا انه فكرة الأحمال الخواجة المسلماني بيطمئن بيها على كل اللاعبين لكن عايز اقول لكم انه بمناسبة حتى الجزئية ديه الدنيا فيقة شوية طي انا عايز اقف عند الدنيا فيقة شوية ايوة ودي تقودني الى ايه اللي خلاني قلت الافتتاحية بتاعتي قبل السفر قلتلك كل الظروف كانت تشير الى النقص الحد في الصفوف وعدم الجاهزية كثيرا من الناس قالك حد يدي اتناشر يوم اجازة حد ما تجيله بطولة الربطة على فكرة واحنا منه يعني مش يعني احنا واحنا فزير مخاوف بس انا واحت فيها بتحافظ قلت يا رب وقلتلك هذا الكلام واحنا هناك فل قلتلك يا رب الراجل اللي يكون عارف بيعمل له مخبلنا حاجة يكون هو عارفها يعني لو تذكر ايه اه فطالع انه قبلنا حاجة لان انا كنت بتكلم مع احد المسؤولين في دائرة اتغاد القرار قريبا من الفريق وقلت له يعني احنا كنت افضل ان اللي اجازة ما تطولش كده كنت افضل نلعب بكاس الرابطة ونجهز بي الفرقة او متبقى من الفريق اللي هعتمد عليه بكاس العالم اللي هي افكارنا الكلاسيكية التقليدية فقال لي والله برضو انا يعني لما فهمت دماغ مخطط الاحمال هو اصر وقال انا عارف بعمله كويس فييجي تكتشف ان الفريق حصل حاجتين مهمين جدا هناك ان الفريق اللي احنا متصروا انه ما كانش جاهز لا ده مستوى البدني كان لافت للنظر انت الثلاث ماتشات اللي لعبتهم لو لا تفوقك البدن ما كنتش قريب تتكمل بالمنظر ده تاني حاجة لم تحتوى اصابات اللي هي نتيجة الاحمال القليلة والكتيرة اللي هي الشد والمزء والكرامبات ما حصل اللي هناش عاجة من دي هناك يعني اذا برضو الواحد يرجع يراجع نفسه يقول ايه نرجع تاني للاصل ما هو يعني العش وخبازه احنا بنبقى بنتكلم ما احنا واحنا رجلنا واحنا عاديين في كورسي على الرملة بس رجلنا في المية ها وفاكرين احنا بنعوب لكن وعلى فكرة ظل الانتقاط بالاجازات والحاجات دي ويمكن موسيماني كان حريص او في المؤتمر بعد ماتش المصر المقصة انه جاب على الحتة دي يا جماعة انا عندي حاجات لو انا مشيت بالافكار التقليدية ومدتش الاجازات دي وبتاع كنت خلصت على الفرقة او ما تبقى منه فانا اللعبة دي حتى اشار الى ان اللعبة الدوليين واشار الى السولية واشار الى حمد فتح قال الناس دي محتاجة محتاجة اجازات هي دي بقى فكرة انه هو مخاب بحاجة يعرفها وبيفاجئنا بيه لازم نسق اكتر من كده في الاجهزة الفنية بشكل عام وموسيماني تحديدا دلوقتي وطبعا ومنسمى في كابيلو وانا اتمنى ان يستمر الصورة الجميلة اللي بتخلينا نقول الكلام الحل دا دلوقتي بعد ماتش مصر مقص دا كلام مهم جدا استهل بيه المهانة سعد لهذه الحلقة لكن تبقى ضربة الفداية دائما مع مقالي ومقاله والمشكلة اننا لا نتعلم كلام دا تقريبا الكل اللي افتكروا ولويس مكسوني بيقدم عرض جيد جدا وبيسجل هدفين رائعين خاصة الهدف التاني له في مرمى المقصة كل رجع يفتكر الرصيد السلبي اوي الوحش اوي للكثير من الناس اللي اعتادت تحمل اوي على اللعيبة الافارطة لما بيجوا ما بنتعلمش والله واقعت اماده في لابيو الوحدة كان لازم ان تعلمنا كتير اوي انه من النقيد للنقيد لو كنا كل واحد تمهل بالحكم وكل واحد انتظر باش مهاندس بدلا من التحميل والاساءة والتجريح والاتهامات يعني تمهلوا شوي بص يا سيد الرحيم ايه دي المشكلة ان احنا حجم التوقعات نرجع تاني من الحلقة الماضية مرجحة اه التفاقل المبالغ فيه والإشادة المبالغة فيها والإحباط والقصوة القصوة في النق فاحنا بنلغي يا بندي كل المزايا يبنلغي كل المزايا بنركز على العيون اه وده مفيش حاجة كده مفيش لعيبة أستاذ برهين بيخش النادي للأهل إلا بعد مجهود ودراسة وفحص ومراقبة ومقارنة وغربلة وبعدين بتخش في ناحة المالية وناحة التفاوضية فمفيش حد تقدر تقول طب النهاردة الناس بتقول ايه على قالي وباجي شو قولك متقلق في فرنسا يقولك لازم يرجع على حسابك سوني من عشر ايام لازم يرجع على حسابك سوني اللي كان لازم يمشي ها في حاجات انت في الكواليس ما بتشفهاش زي برضو أبو خالد ها أجاييه هو انت مش عارف في الكواليس ايه اللي حصل لأجاييه ولماذا خرج من الحسابات ما تعرفش فيه كلام هنا بقى استعير جملة استاذ احمد مجاهد انه من حالة جزء الفنية والإدارية والمسؤولية وقالك ليس كل ما يعرف يقوات لان فيه انت انت محكوم بحاجات كتير جدا جزء منها نظامك وسيستامك وسوابك لكن لما تاجل فيه انت مش مطالب انك تعشق التفاصيل ولكن مطالب ان تحكم على الأمور وبنجاحها من خلال النتائج وما تتواصل إليه ايه بالمعيار ده اعتقد ان المسؤولين عاملين اللي عليهم وفاهمين بيعملوا ايه ايه وده كافيل ان احنا نحط ثقاتنا ونحط ثقاتنا أكتر في لعبتنا أستاذ إبراهيم ما ينفعش ما ينفعش طريقة الضغط هقولك حاجة حجم الضغوط اللي اتحطت على كابتن حسين الشحات احنا لو لان مكوسوني ولي جاب الجون كان الإشادة كلها راحت لمين لحسين الشحات لحسين الشحات عمل ايه عمل حاجتين من أروع ما يكون حاجتين فيهم حاجة ثالثة هم ثلاث حاجات حاجتين شوفناهم وحاجة ثالثة قدت إليهم ايه الشوط اللي اتحرك وشاطها قنبلة العرضة بقيت تتهز فيها فرجعت فجري تبحها واستحوذ عليها عايزين نشوفها تاني قنبلة واقف بحسين الشحات ولا جري وضغط وخدوا الكورة وبعدين عمل ايه عمل ايه اتصرف التصرف انه بص انه ايه ده اسيست فعمل ثلاث حاجات في الكورة دي شاط ضغط عمل اسيست كل ده اللي وصلوا لإيه موهبته صعير واسراره وانتزامه ولولا ان ميكسوني الناس كانت متعطشة تشوف حاجة ايجابية فراحت الإشادة كلها الميكسوني لكن كان حسين الشحات جماعيا طبعا كله اشتغل فيها خد حقه في هذه اللقطة كله اشتغل فيها جلي ضغط ده كلام يا جماعة مش لعيب تقليدي ده لعيب فاهم بيعمل ايه فلما ييجي النهاردة مرة تمشي ومرتين ما تمشيش مش معنى كده انه فقد كل ميزاتهم وكمان مش كل كورة هتبقى تشميسة وترئيصة و يعني يعني الكورة شاطة ميكسوني لك ربنا لم يحب يوافق ايه اللي حصل في الكورة دي خدت بالك من حاجة هي خد خدت الدماغ الباك واخت بالك بس بس هي لو ما خدتهاش هي رايحة بتزاوي الدور رايحة انما خد الدماغ يعني فاهم ازاي اه كان موجود تخر جول التاني بقى عبقاري فيها ده جول حلو وانا سايف انه كان لعيبة اه طبعا لانه هو يعني فيه بيترفعينه كده كان فيه بصة صغيرة كده اه وهو بيلم و ولما هتحطه في الحتة دي عاملها تشيب ومش لعيبة بالعرض بس نبقى في فكرة ان احنا ما بنتعلمش الراجل ده كان مكسر الدنيا مع نديه سنبا التنزاني يعني هو موزنبيقي احترف في سنبا كان شايل سنبا لدرجة انه حتى لما ميش من سنبا التنزاني قالوا انك ان سنبا واقع وتقصر كان عنده تجربة احتراف في سانداونز مع بيتسو موسماني سنتين فالرجل عارفه كويس قوي جايبه عن قناعة كاملة عارف حدود قدراته اللي حصل معاه ما عرفش امتى هنتعلم ازاي نترحم شوية وننتظر شوية لغاية لما اللعب الجديد يتعود على السيستم بتاعي نترفق نترفق نترحم لا نترحم لا نرحمه لا نرحمه يعني نرحمه من الجلد اللي بيحصل لانه الحقيقة ما عرفش عنا ليه ما بناخدش بالنا من فكرة انه عندنا لعيبة كويسة جدا بتطلع بتطلع برا ولما تروح يبقى اللعب احسن لعب في الدور المصري ويسافر يحترف في اي نادي انه فجأة بعد سنة راجع لنا ما بناخدش بالنا انه هو ما قدرش يتقلم على السيستم اللي راحه الظروف ما ساعدتهوش طبيعة المهمة اللي كان فيها او هو نفسه ما قدرش يعبر عن قدراته رجوعه لينا ما بينتقصش من شأنه لكن لو كان لقى الظروف الصحة وهو قدر يتأقلم بسرعة كان هيمشي في سكة كبيرة جدا مش فيها محمد صلاحو مش فيها النني ومشيت فيها نجوم كتيرة نكتب برا وفارج شخصية صدق رئيس فما بنخطش بالنا او ما بنخطش في بالنا جزئية ان اللعب اللي جاي على السيستم موجود طريقة اللعب مختلفة ثقافة المكان مختلفة التأقله مع زميله مش سهلة المعيشة اللغة حاجات كتيرة قوي فما بالك بقى لما يدس عليه تأكيدا لكلامك ها عشان تعرف ازاي ان المناخ لا علاقة بالتقييم ايه محمد صلاح ايه هذا العبقري الذي يناطح المع النجوم في العالم والبعض والبعض يرغى انه يستحق ان يكون القض صحيح محمد صلاح هالمستوى مع ليفر بول احنا عمالين نقول كده ما بيديناش ليفر بول في مصر زي ما بيدي ليفر بول انا ازعم ان معدلات جاري محمد صلاح مع متخب مصر ضعف معدلات جاريه مع ليفر بول ولكن هو هو محطوط في قالب فني يسمح ان هو يخفف الضغط من عليه ويسمح انه يستلم ويفكر ويسمح انه يعمل مرة اسست ومرة يرقص ومرة يشوت ومرة يشوت وحواليه لعبة ما هو ده المناخ المناخ اللي هو ايه مش كل الدنيا مركز عليه مش كل الدنيا مقفل عليه هو يعني هو محور التاكتك يعني ما بيجو اي فرق بطلع بمصر التاكتك بتاع مبنى كيف نوقف خطورة محمد صلاح هي المسألة كده في جزء منها برا بس هو لو انت هتيجي في ليفر بول تقفل ضد صلاح هيشتغلك مانيه واشتغلك برميل واشتغلك لأ جوت يعني انت عندك فريب الكامل عناصر مستوى تاني عايز اقول ان المناخ بقى ايه فاحنا في التقييم لن ناخد حاجة في السياق ميكي سوني ميكي سوني تعال قيمه هو مع فرقته ها؟ كان ايه محور الاداء ايه هو المعلم ايه هو اللي كل كرة ريحاله وكل كرة معتمد عليه والتاكتك مبني عليه لما جي عندك بقى احد هؤلاء الذين مفروض يحدثوا الفارغ مجرد ترسف اهلة كبيرة فلما بيجو واحد جنبه يتقلق بياخد منه الضوء لكنه هو معملش حاجة لكن هو عمل ادوار اخرى اللي هو بيعملها تحركاته بالكرة ومنذر كرة والضغط والسقوط كده فهد ليس دفاعا عن احد تحديدا ولكن ايضا الإغرق افتكر بقى الموتشين الجايين ميكي سوني لما جابش جون هنرجع وقول لك آه دي جت كانت مسألة فيها صوت فالتقييم مش كده التقييم لازم يكون على القدرات على الأدوار اللي بيعابها من ناحية التكتكية والفردية عنده مهارة ولا ما عندهش مهارة عنده انتزام بالطريقة ولا ما عندهش انتزام بالطريقة مناسب للطريقة ولا مش مناسب للطريقة وما تخليش لعيب انت بتحبه على حساب لعيب يظلم اللعيب يعني أحيانا التقييم مش هيعرفة الرجل اللي جاب الجنب في الزمال الجدال اللي بيعناه في الصين ده ايفونا اه مليك ايفونا افتكار لمليك ايفونا ها اسرح كده لو جون ده مجايش كان تقييمك هيبقى له ايه مش بلعيب جيد هيبقى لعيب جيد لكن مش هيبقى اللعيب اللي كل ما حد يكلم وقولك ايفونا من راجع ايفونا من راجع معين ايفونا بعد الجن ده ما عملش عاجة لحد ما سافر والجن ده جاب لنا تمانية مليون دولار اه كويس ليه لان جن مش تقليدي جن فيه مهارة عالية جدا وسرعة وقرار وقرار ده واخد الناس وش بيقلب وبعدين قراره نحطه ببطن رجله ايه من برة 18 بالاتقان ده وهو بيجري لا فيه فيه قالت ان الراجل ده عنده قدرة فائقة لكن ما تدنيش القدرة فائقة دي في كل ما عادش مه وما حدش هيقدر اعمل كده الا اللعيبة اللي تصانف زي مو صلح مه عايزين واحنا بنقيم الناس نقيمها واحنا عارفين انها فيه نادي كبير جنادي الاهل وعارفين ان حجم المسئولية وحجم التواقع وحجم المطلوب منهم والاضوار ما تسمحش بانه يبقى لواحد يبقى نجمل نجوم بوالنادي الاهل لا عبدالقادر حيفضل طول عمره لازم يرقص ويد كباري وإلا زكاة قيمته الوحيدة كده حيعطن نفسه انه ما حيفضل لعيب عنده الحل الفردي جاء زائد الحل الجماعة وعارف امتى يستخدم دي وامتى يستخدم دي تستفيد من اللعب كبير اوه الكابتن حسين الشاعات نفس الشيء اي كل نجومك عندها ميزات هتيجي لحظات انت محتاج داي يتقلق النهاردة دايشيل بكرة ولذلك عندك فريق فانت النهاردة ما تيجي تحكم عارفيني نادي الاهل هو ليه بيكسب وليه البودلاء ما بقوش احتياطيين وليه ما بتحسش بالنقص في الصفوف ما بقيتش تتخضز زي زمان لما يغيب عنك لعيب لأن البودلاء قريبين معنى كده ايه ان كل لعبتها جيدة تفاكر لما كنت بقولك ما فيش حاجة اسمها خطأ في التشكيل انا عندي لعيبة كلها ممتازة لكن فيه توفيق فيه ناس بتؤدي وفيه ناس ما بتؤديش النهاردة لكن ما فيش حاجة اسمها خطأ في التشكيل في التشكيل لما انا حط طير محمد طير وما حطش الكابتن حسين الشاحات انا كابتن طير محمد طير يتحطه وبعدين اكسب الناس ما بتفكرش في الكابتن حسين لكن يوم ما ما اكسبش حيقول لك هدي قاعدة كابتن حسان الشاحت انا بديلك مثل وهكذا مفيش لعيبة عندك بتستحقش تلعب والدليل على كده ارجع لكاس العالم وارجع للربطة وارجع النهاردة ويا رب تكمل يا رب يا رب يا رب في دور المجموعات باذن الله كما نتمنى لان هو تملي الصعوبة تكتاز دور المجموعات ده بتكتازه بس كل مرة مش بسهولة الواجبة وكويس لان الصعوبة بتسقيلك يعني لكن في الاخر عايزين نكتازه ونكتازه بشكل محترم ده كلام مهم جدا فكرة ان احنا لازم ان نتعلم ومعرفش بنتعطل قوي علشان نتعلم الجزائية اللي المهانس عدلة اشار اليها في البداية كمان فكرة ليه ما بنتديش العيش لخبازه ليه ما ما بنحسنش الظن انه الراجل المدير الفني قادر الناس بحالة لعبته اللي هو عجره فحنا مش شايفينها هو عارف الحالة البدنية للعيبة عاملة ازاي عارف الظروف العضلية بتاعتهم عاملة ازاي عارف الحمل بتاعه وصل لانغاية انهي مستوى فلما يدي يومين اجازة نسمع بقى تقطيع في الراجل على وده وإلحق وده في اجازة يا جماعة ما هو الراجل المسؤول هو بالتأكيد اعلى من ناس بحالة اللعيبة طب هو لما رجعوا وكانوا في حالة بدنية فايقة جدا قدام المقاص في افضل للحالات البدنية ما حدش قال انهما كانوا مريحين يومين لانه راجع من سفرية طويلة بعد كل السفريات رايح جاي 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 وبعدين يديهم يومين اجازة التأزينك في ملحظة تدعم اللي انت بتقوله ده ما الواحد بيفتكر حاجات دلوقتي اتخذت يا بالك من التشكيل مين اللي كان غايب لأ لأ قعد الطرفين الاساسيين طرفين الاساسيين هاني ومحلول واحمد عبدالقادر وقدة عبدالقادر جزء جزء بدأ يوزع شوية بدأ يوزع ما اعتمدش هو رايح ناس مهمة رايح ناس مهمة جدا طب رايح ناس مهمة وحتى بدل بين فاتحي والسلية والسلية ما انا بقولك فكان ممكن جدا لما كسبتش المطش ده هتبتدي تفكر في اللي انا بقوله ده حد يقعد فلان وفلان وحد يقعد فلان وفلان وحد يقعد فلان وفلان هو انت بتجرف وده ده وقت التجارب لكن لما اللعيبة والحالة الجاهزية النفسية والفنية والبدنية تنصفه زائد التوفيق اللي لازم يكون له حساب طب يجيب جولين في قول ربع ساعة بيخليولك المطش مختلف هدي الجاهزية خليتك تقول ايه شوف الراجل ده فاهم واحنا ما احنا بنقول كده الوعدي يعني احنا مش الراجل ده فاهم وريح وعمل وكسب والبودلاء ومش البودلاء فإنما هو وهو بيعمل كده عادي يوصل نتيجة دي شوف ما هو عشان ده ده كلام مؤكد طبعا بس عشان تبقى المسألة اكثر وضوحا شوية حتى لو ما وفقش ما الحالة البدنية اللي اللعيبة في الملعب تقول انهما كانوا محتاجين والراحة اللي خدوها حتى لو ما وفقوش في التسجيل او الادابة هذا الشكل الرائع جدا لكن الحالة البدنية في الملعب كمية الجاري والوضع البدن بتاعهم اللي هم عليه يقول انهو كان عنده حق والاهم من ده انهو الخباز ومن حقه هو اللي يخبز العش بتاعه نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل اهلا بحضراتكم الجديد الحياة في تفاعل هايل مع ملك وكتابة يمكن البعض على تويتر بيفكر الباش مهندس عدلي بقول السيد ابراهيم والمهندس عدلي ده بدر الدين عابد واحمد فؤادي عن الاتنين بيقولوا المهندس عدلي في ملك وكتابة بينتقد الناس اللي انتقدت موسيماني على الاجازات بنفكرك مش مهندس ان انت كنت اول ما انتقد موسيماني على كده انا قلت كده ايوه اطفح ايوه احمد ها والوستاذ عابد اه انا اشكرهم طبعا على المتابعة وعلى الملاحظات وعلى حرصهم من يوصلوا لنا بس الكلام بس يا جماعة انا قلت كده واحنا منهم انا قلت احنا كنا هذا القلق وهذا الهاجز كان عندنا فاحنا احنا مش بنانتقد انا بقول ده انا بالعكس انا بأكد على هذه الحكمة عاسنا تكرهوا شاوهروا واذا علمتم الغيب واذا اه يعني انا بالعكس انا بنطح نفسي قبليكم ده انا بقول ان الناس كلها الكلاسيكيين وهنا منهم كانوا خايفين لكن الراجل اللي هو وعشان كده قلت لك حتى انا تمنيت ان يكون مخب حاجة احنا ما نعرفهاش وطلع انه مخب مش قلت كده اتفكر في اللي انا قلت اح تجد ان انا مطفق معاك تماما انا مطفق معاك ولكن دكتور سعد شلب المدير التنفيذ اللي النادي معنا على الهاتف مساء الخير يا دكتور مساء الخير يا عبد إبراهيم مساء الخير على يا دكتور ازاي ازاي حضرتك كابتر عاجل الله يخليك علي وحيد دكتور سعد يعني الاول طمنا على الاجراءات التنظيمية اللي مباراة سندون ذا السابت يعني الحمد لله كل الامور ماشي على ما يرام ان شاء الله هتبقى المباراة على استاد القاهرة طبعا كان الاستاد الرئيس بتاعنا والرسمي استاد الاهلومي بالسلام وفي الحقيقة نتيجة لان احنا مصددشين مباريات نادي المريخ سوداني على ملعب استاد السلام يعني فضلنا ان احنا نتيب الملعب للبرئيخ ان شاء الله يلعب فيه مباريات واستى لاتة ان شاء الله ونحن نلعب على استاد القاهرة وفي الحقيقة هنا يعني بتوجه بالكزيل الشكر والتفضيل لشركة استادات في الحقيقة لتعاونها الكامل مع الناجي الاهلين وايضا ان هي سهلت لنا الامور ان احنا نلعب على استاد القاهرة وبنشكر كمان هاي استاد القاهرة على انها على البستات. في طبعا ثمثلاث تذكرة موجودين ايضا في تفويل لشركة السادات بالنهية تتعاون مع شركة تذكرة لتطرح تذاكرة لي لجماهير النادي الاهلي في الحقيقة وايضا هيكون موجود كل الجماهير ان شاء الله في إطار الساعة المحددة من قبل السلطات الوطنية البصرية في الحقيقة وايضا بزارة الساحة النهاردة مشكورة ايضا ارسلت لنا موافقة ايضا على هذا العدد اللي موجود في ضوء الظروف اللي بتمر بيها الجائحة اللي موجودة في الوقت الحالي التذاكر تم ترحها في الاسواق من الامس موجودة على منصة تذكرتي وكل الانهور يعني في الحقيقة كان عنده سرعة استجابة سريعة ويمكن اعتقد ان التذاكر نفذت بالكامل خمس سلاف تذكرة دكتورة خمس سلاف تذكرة اي نتيجة ما تصربتش من كنترون ما تعرفاش كنترون يعني خلينا نقول ان دي طبعا يعني في الحقيقة طبعا عندنا امل كدير ان يبقى في جمهور اكبر وان شاء الله المباراة اللي جاي يبقى في عندنا عدد اكبر ان شاء الله وتبقى يعني احضرهم دائما بيتداش على الناج الاهلي واحضرهم المشرف دائما كمهير الناج الاهلي بيبقى محل تقدير من كل دول اللي حالة ويمكن كسل عالم للاندية الاخيرة في دولة الامارات كل يوم بتأكد على ان جمهور الاهلي غير جمهور الاهلي هو في الحقيقة القوة تفعل للانجازات بتاعتنا هو فعلا جمهوره دا حما كل المقولة دي كل يوم بتتأيس في كل دولة عربية احنا بروحها من لاي الجاليات المصرية بشكل عام وجاليات ان دي الاهلي في الحقيقة بتبقى مصدر صخر لنا احنا ان شاء الله لما كل ما بنسمع خبر ان في زيادة بعدد فزاكر المتاحة للمباريات كل ما احنا بنبقى سعدة نلبي تموحات بمهورنا ان شاء الله واعتقد المناخ العام حتى اسمح بكده دكتور يمكن الدكتور اشرف صفحي لسه متفاوض على زيادة عدد الجماهير في مباراة مصر والسنغال ان شاء الله لستين الف نتمنى ان كل الاجواء الايجابية في اتجاه عودة الجماهير بالكسافة المعقولة يكون داعم للاندية المصرية في افريقيا كمان طبعا يعني احنا كان عندنا اكثر من ظرف مر وجات اخيرا الجايحة الحالية دي كانت موجودة حقيقة كانت بتحد من الحضور الجماهيري مش في مصر بس بل في كل دول العالم لكن كل دول العالم بدأت تستعيد قدرتها والنهاردة الاتحاد المغربي فيها ايضا عودة الجماهير فاحنا النهاردة برضو يعني بقى عندنا حضور جماهيري وان كان حتى بسيط في البداية في مباراة الدور الممتاز والنهاردة عندنا بكرة يوم السابت ان شاء الله في ان شاء الله عندنا خمسة نأمل طبعا المبادرة الكريمة اللي تفضل بيها مع الوزير الشباب والرياضة ان شاء الله يحليفها التوفيق وعلى فكرة النادي الاهلي منذ البداية ايضا كان لديه رؤية واضحة للحضور الجماهيري داخل المدرجات وكيفية تأمين الجماهير وكيفية ايضا اتخاذ كافة الاجراءات والاشتراتات الصحية وده دايما النادي الاهلي النادي الاهلي دايما بيبقى عنده رؤية واضحة محد منظمة وفقا لقواعد ولوايح ايضا بتضمن كمان سلامة الجماهير داخل المدرجات وده اعتقد ان فيه المؤسسات الرياضة الوطنية بتستفاد من الرؤى دايما النادي الاهلي مش بس بيبقى يطلبه فقط ولكن النادي الاهلي بيبادر بالسلول بيبادر بترح الرؤى اللي تنضبط مع اللوائح المنظمة مع المصالح العليا للوطن ده كل النادي الاهلي بيبقى متوعب كويس جدا ومصالح الجماهير ايضا وكيسة تكون الجماهير مستمتعة بفريقها وبتشجع في اقتار من الروح الرياضية النادي الاهلي بيبقى دايما حريص على ذلك ناخدك في تخصصك شوية دكتور وانت الخبير الاكاديمي والمؤهل انك تقول لنا على تجربة شركة والمتوقع وتقييمك لهذه التجربة او توقعاتك لهذه التجربة شرحلنا شوية لان احنا اجتهادنا بس مفيش افضل منك يحكي لنا على هذا الموضوع يعني اسمحلي يا فتل عدلي طبعا انا بشكر حضرتك على المقدمة شركة واحدة من التجرب الكتيرة يمكن على السوق المصري ويمكن احنا عندنا خدمة رئيسية اي نادي رياضي طبعا هو نادي رياضي كبير بحجم النادي الاهلي بحجم البلية التحتية اللي موجودة عنده دلوقتي بحجم الفروع الاربعة اللي موجودين دلوقتي داخل محافظة القاهرة كان النهاردة بيفكر في ان ازاي يمكن كل الافراد بتوع المجتمع اللي عندهم تموحات للتواجد داخل اسرة النادي الاهلي وعائلات النادي الاهلي الكبيرة في الفروع الاربعة فالنهاردة ده مهم انك تقدل حلول تمولية لازاي للخدمة الرئيسية لان العضوية سوف تظل الخدمة الرئيسية للاندية الرياضية وخاصة المصرية نتيجة طبيعة العضوية اللي موجودة في الاندية المصرية ويمكن دي فريدة مش موجودة في كل حتة في العالم شكل العضوية المركبة اللي بتتوالد من جيل لجيل اخر يعني النهاردة بتفصلة تلاقي حضرتك ابنك بعد اثنين وعشرين سنة بتفصله وبتبقى محتاج مصاريف ايضا للفصل بتبقى عايز البنت البنت العضو النهاردة لما تبقى موجودة في النادي ايضا بتتفصل بعد ما توصل لسن القانونية ثم يأتي زوج عملية بتحتاج لعملية تمويل مستمرة مدى الحياة دي لكن النموذج ده في العضوية مش موجود غير في الانديا المصرية وكمان رسم العضوية اللي بيتم سداده في البداية في بعض الاحيان بعض الافراد دي بعضهم طموح ان يكونوا معاك بواف الاسرة بتاعتك بتتوافر فيهم الشروط لكن التوميل تعد بيبقى واقف حالي فكان لابد ان احنا نفكر في الحقيقة في حلول ويمكن احنا قدمنا تجربة فريدة ان الاهل بيقدم تجربة فريدة ويمكن البعض لما احنا يعني تعاقدنا مع فيهم التعاقد بشكل شوية مش بقتره الصحيح هو نوع من التسويق والتسويق التعاوني نادي الاهلي عنده خدمة وهي تسويق خدمات العضوية تسويق خدمات العضوية وفاليو ايضا عندها خدمة وهي عملية التمويل الحلول التمويلية فبالتالي الخدمتين هنا بيشتغلوا مع بعض وده عقد جديد خالص لأول مرة يتم عمله في السوق المصري يعني مالوش علاقة لا بعود الاستغلال الاعلاني ولا بعود الرعاية الرياضية التقليدية اللي احنا متعودين عليها فاحنا عملنا الحلين دولة خدمتين جداد احنا بنقدم خدمة وهما بيأتيموا خدمة بنسوق خدمتهم وهما بيسوقوا خدمتنا في صالح المستشيد الاكبر من التسويق الخدمتين دولة هو من يرشح لان يكونوا عضوه مش بس كده اللي عايز يرشح يكون عضو سواء في الشيخ زايد او في المقر الجديد ان شاء الله في القاهرة الجديدة لا ده كمان الناس اللي عندها بعض النادي زي ما انا ذكرت عايز تفصل ابنك فانت بتضطر تفتع مبلغ مالي محتاج ان المبلغ المالي ده تخصطه بشكل معين او تسدده بطريقة اكثر يسرى بطريقة اكثر سهولة وفي الحقيقة ده احد الحلول اللي بتقدمها كمان شركة فاليو احنا كمان وقدين حقوق حصرية من شركة فاليو في الحقيقة هو النادي الوحيد اللي يمكن تقصيط عضويته على مدار عشر سنين لا يمكن ان شركة فاليو ان تقدمها لأي نادي اخر داخل سوق المصري في الحقيقة وده واحدة من المميزات اللي احنا بنحرص عليها ان احنا نقدمها دايما لأعضاءنا بنقدم لهم حلول تبقى فريدة بالنسبة لهم وحصرية ايضا لعضو النادي الاهلي ده كان مع شركة فاليو كمان مش بس كده يعني نقدر نعمل ده كمان الاشتراكات في الاكاديميات الرياضية كانت في الانشطة المختلفة جوه النادي الاهلي داخل جدران النادي الاهلي تقدر انت تستخدم ايضا فلول التخصيص على مدة تتراوح لحد ستين شهر في الخدمات البسيطة دي فبالتالي اصبح كل احلامك تستطيع ان انت تحققها داخل جدران النادي الاهلي وتستمتع بخدمة جيدة وتستمتع بممارسة ايضا ممتعة في الحقيقة احنا كمان بدأنا بالفعل على طول يعني يمكن احنا وقعنا يوم الاربع لما اعتقد في اليوم التالي مباشرة الحمد لله شركة فاليو داخلت النادي الاهلي تم تدريب العاملين على الهيات التحصيل والنمازج بتاعت السداد وكيفية تقصيص الاشتراكات وبالفعل بدأوا معنا العمل من اليوم التالي من اليوم التالي مباشرة للتعاقد واعتقد ان دي تجربة فريدة ودايما النادي الاهلي رائد في كل افكار وبيفكر خارج الصندوق زي ما بي دكتور سعد انا وانا بتفرج دلوقتي وبسمع كلام حضرتك المهم اتذكر وعايز اربط بين التجربة تسويق العضويات خارج حدودنا اللي تمت واحنا في الامارات وربطها بما يحدث هل حيبقى لشلكة بالي دور في هذا الامر وحجم التوقعات كيعني فوركست او دراسة اا اا يعني الاضافة او قيمة المضافة لهذه الشراكة امتى نقدر نحكم على التجربة دي وانا حقاتلنا اللي احنا عايزينه اا وحجم القيمة المضافة من هذا الارتباط يعني يعني كابتل عدلي ممكن الناس دايماً بتبقى متابعة النادي الأهلي وتبقى رزة تجاربه لأن تجاربه من أهم مميزاتها أنها تقدر تستفيد بها المؤسسات الأخرى خلينا نتكلم على التجربة اللي حضرتك ذكرتها لأول مرة تجربة يتم تسويق العضوية في أي نادي مصري خارج حدود الدولة المصرية وفي الحقيقة كانت دي تجربة النادي الأهلي داخل دورة الإمارات العربية المتحدة ويمكن زي ما تفضل كابتل محمود الخطيب وأعلن في المؤتمر الصحفي بتاع الإعلان عن التسويق التعاوني مع شركة فاليو إن احنا كاتل مبيعات عندنا في الإمارات العربية المتحدة في الحقيقة كانت أكثر من 43 عضوية عندما تتحدث على هذا الرقم أنت حضرتك ممكن تتخيله التصنيفاته سواء في الشيخ زايد أو في الجزيرة أو في التجمع الخامس إن شاء الله يعني بنتكلم في المتوسط 250 ألف يعني النهاردة بنتكلم فيه أكثر من 11 أو 12 مليون جنيه مبيعات في أسبوعين داي يديلك مجموعة من المؤشرات المهمة جدا 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 أولا رؤية النادي الأهلي لأنه سيولد موارد جديدة وطائرات جديدة من العوائد في الحقيقة لأن حجم الإنفاق الكبير اللي مطلوب من النادي الأهلي عشان يقدر يبقى مؤسسة وطنية رائدة كما كانت منذ إنشاءها في الحقيقة لأنه دور دور وطني في أن يوفر كل فرص الممارسة لأبنائنا داخل القاهرة الكبرى في الحقيقة ده كان بيتطلب مننا مبلغ كبير ويمكن كابتن محمود أعلن إن إكمالي الاستثمار اللي ضخه النادي الأهلي خلال الأربع سنين مليار وستمائة مليون جنيه فقا دايما يمكن البعض بيفكر إن الأهلي غني ولكن الأهلي غني بأبنائه غني في أفكاره غني في قدرته على أن يولد لكن عنده متطلبات ضخمة ضخمة للغاية يمكن البعض مش بيبقى واخد باله منها بعد مش بيبقى واخد إنه النهاردة عندك رواتب للعاملين في النادي الأهلي عندك فرص توظيف في المشروعات الجديدة ويمكن أنا ذكرت مع حضرتك نهاردة إحنا في مشروعين اتنين بس موصرين ربعمائة وظيفة فبالتالي إحنا دايما بنحاول مجلس تدارتنا دايما بيحاول إنه هو يصفر في السوق الجديدة للتمويل ولما عملنا تجربة الإمارات في الحقيقة لما تضيع 43 حضوية في مدة لا تتجاوز 10 تيام واخد بال حضرتك ولسه ما كانش عندنا يعني ما كانش عندنا الفروموشن القوي قوي إحنا كنا معتمدين على أبنائنا من الجالية المصرية المحبين للنادي الأهلي في النادي الجالية المصرية في دبي وفي عجمان وفي الفجيرة وفي أيضا العين في الحقيقة كنا حرصين كمان إنه كل الإجراءات دي تخلص وتاخد اتكرني بتاعك وإنت موجود هناك ودي أعتقد برضو حاجة ما حصلتش قبل كده ده بيبين لك حجم الطلب بقى وهنا نقدر نقول لا النادي الأهلي هو يعني النادي ده تأكيد على جماهيرية النادي الأهلي الرائدة في كل الدول العربية ده حجم الطلب الحقيقي عندما تقول أنني أشجع النادي الأهلي وعندك رغبة في الانضمام إلى عائلات النادي الأهلي ده مؤشر مهم جدا لمكانة النادي الأهلي السوقية في سيمة حتى يتعلق بكمان بالعضوية وإنت حضرتك تخيل الرقم المالي اللي إحنا بنتكلم لأ ده أنت تتكلم على رقم مالي كبير جدا مش بتتكلم عن أنك بتشتري تشيرت مثلا بألف جنيه أو بثمنمائة جنيه لأنت بتشتري عضوية ليك والأجيال أخرى فإنت عايز أجيالك دي تنتمي للنادي الأهلي كمان دي تعكس لك الناس شايفة النادي الأهلي إزاي شايفة النادي الأهلي وشايفة تجربته وشايفة تطوير البنية التحتية إنه عارف إنه هينضم لمجموعة من الأندية هيتمسع بخدمات يتمسع يعني يستميز بمستويات عالية جدا من كون ملاعب شاهدها بشكل كويس النهاردة شايف صلاط في الثاني في فرع زايد وأيضا شايفة البنية التحتية اللي إحنا عرضناها في مؤتمر فاليو يعني يمكن الناس كتب تسألنا هو فين التجمع إحنا في المؤتمر ويمكن لو حضرتك وإحنا برضو بنسألك فين التجمع إمتى التجمع ياريت تعرض الفيديو يا كابتل عد اللي تم عرضه في المؤتمر بتاع فاليو إحنا كنا حارسين عشان نقول الأعضاء اللي عندهم رغبة في التفكير في التجمع نشوفوا مستوى التقدم يمكن إحنا نسب الإنجاز عندنا تجاوز الثمانين في المية لو حضرتك عرضت الفيديو هتشوف المبنى الاجتماعي متغطي بيتفنش فيه بعض التركيبات النهائية بتشوف المسجد كامل بتشوف المبنى الإداري كامل بتشوف الملاعب وأصوارها ركبت بالكامل النهاردة بتشوف كل الأصوار وكل بوابات التجمع فإحنا بتتكلم في خطوات متقدمة جدا في التجمع على بعد أميال يعني من نهاية السباق إن احنا نستطيع إن شاء الله في وقت قريب جدا 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 يمكن مش قادرين نقول وقت محدد لكن عندنا رؤية للوقت المحدد لأن حضرتك عارفت التغيرات اللي بتبقى موجودة في الكربات بتاعت الجائحة فبتبقى العمالة النهاردة مش موجودة لكن إحنا إن شاء الله في النهاية عندنا فترة قريبة قوي 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 قدمنا كل الحلول الممكنة اللي انت تقدر النهاردة تسهل عملية الانضمام أيضا وبرضو الناس بتتكلم عملية الانضمام دي لا إحنا عندنا نظام أساس بيحكم العبوية برضو ده مهم جدا الناس تبقى واجدها عارفة عايزين الناس اللي تتيجي تبقى هي كمان عندها تنغم مع بعضها البعض ده بنقدر نحمله الأعضاء اللي جاية دي في هارموني ما بينهم عشان نحقق لهم استعادة لإطار المجتمع الكبير اللي هو مجتمع النادي الأهلي وعائلة النادي الآن احنا كمان عندنا حاجة مهمة دلوقتي احنا كمان فخورين بيها في النادي الأهلي انت النهاردة كمان احنا ابننا مش بنبني الجيل دلوقتي زي ما كابتن محمود كان بيذكر ان احنا بنبني بنية تحتية كافي أربعين سنة احنا كنا عارفين ان احنا بنبني أربعين سنة الناس هتقول اذا ابنه الاربعين سنة لو حضرتك النهاردة من سكان زايد وابنك كبر وبقى عنده اثنين وعشرين سنة وانفصل وكان جمعته في التجمع وبعدين بقيت عمله فرص عمله في التجمع فعنده استعداد يروح النادي بتاعه والنادي الاهلي ما سابوش في التجمع لو هو في موجود في زايد وعايز يروح مدينة نصر هيبقى موجود النادي الاهلي في مدينة نصر لو هو ايضا رجع تاني للقاهرة في نصف البلد القاهرة القديمة هيرجع تاني يلاقي المقر الرئيسي والتاريخ للنادي الاهلي في كثير انت بتدي النهاردة تكامل تكامل الاستمتاع بخدمات النادي الاهلي النهاردة دي حاجة احنا يعني برضو بنبصلها بشكل كبير جدا لكن في النهاية احنا عندنا متطلبات مالية ضخمة 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 وفي نفس الوقت احنا بنفكر تحلول توفر لنا هذه المتطلبات المالية اللي احنا كل يوم عندنا مشروع جديد عشان نستمر نستمر في توليد ارادات جديدة ونستمر في رياضة النادي الاهلي لان الاتنين بقوا بيكملوا بعض زي ما دايما يعني رموزنا في النادي الاهلي عودونا عودونا دايما من اداء في ارض الملعب ده مش بس هو اللي بيسم النتيجة دي وراها تدفقات مالية عشان تقدر تحافظ على الانجاز وانتو حضراك مشائكين العالم الخمس ستة اندية الكبار هما دايما اللي بيبعثهم اداء مالي جيد وده اللي بيخلي النادي الاهلي دايما جدا موجود في الرياضة دكتور سعد واحنا في الامارات وفي الاندية اللي حضرتك زكرتها خصوصا في دبي كان هناك مطلبا ان يبقى فيه اكاديميات بالتنصيق مع النادي المصري هناك لدرجة ان احد في العين آسف يعني الاشقاء من دولة الامارات يعني قال بس تعالوا احنا حنوفر روكوا كل التسهيلات من ملاعب الى اخيره فهل نتلقف هذه الفكرة ونبتدي نسوق بقى بشكل مختلف للاكاديميات بتاعتنا في الخارج؟ احنا مش نبتدي احنا بدأنا وبالفعل احنا افتتحنا يوم ما كنت وانتو في الامارات اتفتح اكاديمية النادي الاهلي الجديدة لكرة القدم مع الشريك الاستراتيجي الجديد لكرة القدم والاول مرة كمان نفتح في الامارات العربية المتحدة مش بس اكاديميات كرة القدم بقى هناك اكاديميات السباحة للنادي الاهلي اكاديميات السباحة للنادي الاهلي في كرة اليد ايضا ايضا وفي كل الرياضات اللي لها نموذج موجود داخل النادي الاهلي في مصر العربية أطبحت هناك شغالة ونطلقت الامور الحمد لله أثناء مكانة البعثة موجودة في دولة الامراض أثناء بطولة كأس العالم الأمدية احنا بدأنا بالفعل والشركة ان شاء الله احنا رخصنا لها بحق تشغيل واستثمار أكاديميات النادي الاهلي في دولة الامراض بشكل كبير جدا وان شاء الله الشركة منطلقة شركة متميزة أيضا وبتنظم في تشهيلات وبنية تحتية رياضية أيضا متميزة تليه في اسم النادي الاهلي وتليه في اسم الجارية المصرية اللي موجودة هناك ومن أبناء خارج الجارية المصرية أيضا في دولة تحمل كل الرقي وكل مشاعر الحب والود للنادي الاهلي على الإبارات العربية المتحدة وأعتقد يمكن أنا كنت متابع مع حضرتك وأستاذ إبراهيم المزيعنة لامارات الجمير عامر وهو فخور بالنادي الاهلي فاحنا بنعتبر ان النادي الاهلي في الامارات ده شيء طبيعي وبالفعل اشتغل وانحمد لله عندنا أكثر من مشروع في الفترة اللي جاي ان شاء الله شغالين علينا يدفعنا هذا بإذن الله إلى التعميم في سائر دول العربية الشقيقة وخصوصا وأنت لك أيضا الضراع العميقة في المملكة العربية السعودية من مواقع تجربتك هل ده حيكون حافظ لنا أن احنا بقى نبتدي ننتشر في كل هذه الأقطار الشقيقة عندنا حاجة إن شاء الله برضو في البلورة النهائية في أحد الدول العربية الشقيقة هنعلن عنها في الأيام القادمة إن شاء الله برضو حاجة أكاديميات موجودة لنا إن شاء الله فيها وإحنا ماشيين عندنا كان عندنا حد يمكن أول مبارح برضو من الجارية المصرية النادي المصري في أحد الدول العربية الشقيقة تقدم بطلب رسمي وعدنا مع الكابتن شطا وعدنا مع كتير التنفيذ لشركة الأهل لقراط القدم عشان ندرس برضو آلية التنفيذ في هذه الدولة عندنا إن شاء الله أكثر من أكاديمية بس إحنا زي ما انت عاوثينا كابتن عدلي ما بنتكلمشي ونعلن عن حاجة لما تكون انتهت وتعاملت وخلاص بنشتغل إن شاء الله طيب هل في المشروعات الإنشائية في مقرات النادي في حاجة قريبة على وشك الافتتاح؟ يعني في الحقيقة طبعاً إحنا في التجمع إن شاء الله في على وشك إن شاء الله في الأشهر القريبة ده يتفتح فرع بالكامل فرع على خمسين فدان إن شاء الله نبدأ نشغله نبدأ موجود في خدمة أعضاءه ده ده واحد من الحاجات المهمة عندنا أيضاً مشروعات موجودة في الشيخ زايد إن شاء الله عندنا مشروعات في مدينة نصر منها ملاعب البادل إن شاء الله في القريب يعني حاجة قريبة جداً وفتح أربع ملاعب بدل موجودين في مدينة نصر أيضاً في الشيخ زايد النهاردة يمكن كان موجود كابتن محمود في زيارة اللجوم تابعة للشيخ زايد وكان عندنا الصيانة دورية لملاعب السنس بالكامل في الشيخ زايد شغالة أيضاً ممكن في خلال أسواعين يستح التجديد بتاع الصيانة دورية لهم بصيانة كاملة للملاعب السنس ان شاء الله هنبدأ عليها برضو في الجزيرة على طول بعد ما نخلص شيخ زايد ملاعب التنس هناخده في ملاعب التنس في الجزيرة لان عندنا بطولة يوم 24 هتبدأ وثبت يوم 13 ما نستخش فيها على طول في الحقيقة عندنا اكثر من مشروع وحضراتكم يمكن متابعين معنا شغالين فيهم ان شاء الله باذن الله في القريب يروا النور وفي خدمة اعضاءنا في كل فروعنا للآن تماما يا دكتور شاكرين حضرت جدا على هذه المدخلة وان شاء الله المزيد من الاخبار السرة لاعضاء النادي وجماهير شكرا جزيلا شكرا جزيلا للدكتور سعد شلبي المدير التنفيذ للنادي واعتقد حتى حضراتكم في الصورة الكاملة سواء من حيث تسويق التعاون للعضويات النادي من خلال شركة فاليو وازاي الالية شغالة من خلال ادارة الاشتراكات في النادي او في قرب الافتتاح باذن الله الكبير لفرع الاهل الجديد في التجمع بالاضافة الى المنشآت اللي جارية في الشيخ زايد وفي الجزيرة وايضا في مدينة نصر الناس لا تخلي بالها من الكلام ده لانه كلام يعني بيحط نقط على حروف اه انت انت ميزانيتك ضغط لكن انت بتستسمر في اصولك ايوه يعني انت مش تاخد الفلوس تربطها وديعة وتعيش بيها وطولا عندي كاش على فكرة كلما المؤسسة كان عندها كاش في البنوك محبوس دليل على عدم كفاءة على عدم كفاءة مش قادر يستسمر مش قادر يشغلها بالطريقة اللي اه تفي بإحتاجات المستعمر اه انا مش دفتر توفية اه لا خلي بالك دائما حتى دي سنة الحياة يعني في العضلات الجزء الذي لا يستخدم يضمر ولا ينمو صحيح لكن الاستخدام والحركة المستمرة بتؤدي الى النموم صحيح انت معك قرشين هتقول انا معي فلوس وانا رجل رصيدي في البنك دي مش شطارة الشطارة انك تستسمر طب الاهل يستسمر في يستسمر في تحسين خدماته في بنيته الاساسية في توسيع رقعة التواجد في اه 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 اماكن من خلال الفروع المتتالية هو ده اللي يخليك باستمرار شايف ان المستقبل لصالحك من ايه اه بتسر انت معان بيخش لك داخل بس انت ما بتحوشوش انت بتروح حطه بتحسن الكواليتي اه النهاردة ما تخوشش اي الجودة الجودة بتاعت الخدمات للعدو الخدمات تبدأ من المبنى شكل المبنى الى التسهيلات اللي انت بتخوش تلاقيها من ملاعب وكراسي وشماسي ومنافس اكل وشربه وحمامات سباحة وولادك حديقة اطفال ومش عارف كل ما توفر خدمات للأعضاء كل ما بتقولهم تعالوا انت وصحابك وجرانكو اعملوا عضويات التسويق انك انت تخلي العدو سعيد عشان تخلي العدو سعيد لان تصرف ولان تصرف يبقى لان تجيب فلوس ما تحوشهاش تصرفها عشان العدو يجيبلك تدوير بقى لا يجيبلك انت هتيجي انت داخل هتيجي في شام النسيب هتقول لان عندنا حفلة وبتاع جاركو يقول لك ما النبي بتحول بتعوضي وتقطع للتسكرة ونخش هيقضي اليوم هيخش يلاقي اليوم جميل جدا طب ما انا عايز اعمل عدوية ما تساعد نعمل عدوية وحتة الكلام اللي قاله الدكتور سعري دي في كل الانديه مهمة جدا جدا الهرم والتناسق التناسق في العضويات ما ينفعش عضويات الاعضاء يبقوا متبينين في الهوى والمشرب والمستوى والأخلاق يهمل من اي حاجة يعني مسألة مش مسألة فلوس احنا نجيب الناس اللي بنطمئن انها تبقى جزء من العائلة السعيدة اللي بتحفظ على بعضها بهذا المعيار نادي الاهلي ازعم وانا اشتغلت في اكتر من نادي لا نادي الاهلي ماشي بانضباط هائل جدا في ان يبقى مكان رائع وجميل وصحي وآمن للأسر واولاد دا كلام مهم جدا كمان فكرة ان انت في اول ابريل هيتم سريان الاسعار الجديدة للعضوية فالفرصة متاحة خلاص يعني خلال اذا الشهر شهر مارس المقبل هي دا الفرصة الاخيرة للراغبين في الانضمام لعائلة الاهلي خاصة مع تعدد هذه المقرات وهذه المزايا الكبيرة الفرصة بالسعر العالي بالسعر الحالي بعد كده يبدأ سريان السعر الجديد فالفرصة لسه قدامكم ومن خلال كمان شركة باليو لتعاقدة على التسويق التعاوني لعضويات النادي بتقدم تسهيلات كبيرة جدا يمكن للراغبين التواصل مع ادارة الاشتراكات في النادي والانضمام لعائلة الاهلي نطلع له فاصل وبعد الفاصل ودونة السلوك الاعلامي هل تكفي؟ ما تخافش على الاهلي ما تخافش على الاهلي أهلا بحضراتكم جديد الحقيقة كان اجتماع مهم جدا لوضع ضوابط العمل الاعلامي عشان كده حبينا انه كل ما تعلق بهذا الاجتماع المهم يكون بكل تفاصيله معاكم في الغربال مدونة السلوك الاعلامي هل تكفي؟ كان اجتماع مهم جدا عقد في مقر المجلس الاعلى للتنظيم الاعلام رأس الكاتب الصحف الأساس كرم جبر ودعيت اليه كل القنوات الفضائية تقريبا مع عدد كبير من الأساز النقاط الرياضيين والصحفيين والإعلاميين ومقدم البرامج ومدير القنوات للاتفاق على مدونة سلوك اعلامي باش مهندس تحاول ضبط الأداء لإعلامي الرياضي شوية هو ده سؤال ولا جواب اللي انت قلته؟ سؤال سؤال اجابته ببساطة شديدة لا تكفي لا تكفي لا تكفي ليه؟ لأن هي هي بتوجهك بتنور لك طريق بتقول لك على الصح عشان تعمله وبتقول لك على الغلط عشان تتجنبه وبتقول لك لو عملت كده مش بس هتحمل مجتمع من الأضرار النجمة عن خروج الإعلام عن سياقه وعن رسالته ولكن أيضا دي بتحميك انت من ايه؟ من طائلة القانون لأن الذي يعني انت تما تيجي تقول ليه؟ ما تعملش كده لانت ايه؟ تكملها وقلة المدونة دي ما تقولش وقلة لكن بتقول لك حتبقى انت حر مسؤول بقى لإيه؟ لأن القانون هو اللي بقولك وقلة وعشان كده أنا قلت قبل كده فاكر لما تسألت هذا السؤال وإحنا في النادي في العين أنا قلت المسألة مسألة ضمير لأن في الآخر المعيار اللي حيحكمك بكل التوجهات اللي تقلت دي وهي توجهات جاءت في توقيت مناسب للتذكرة محدش غافل عن مكونات هذه التوصيات لأن مكونات أخلاقية وإنسانية بديهية لأي إعلامي المفروض أن يكون عرفها وهو بيدرس الإعلام الدارس والإنسان اللي عنده ضمير يبقى عرفها من الحياة صحيح؟ طيب مشكلتنا فين؟ مشكلتنا احنا عارفين ما بنعملش فأرجو أنها أيضاً تبقى تحت رقابة المجلس الأعلى للأداء الإعلامي آه رقابة أو الرقابة رقابة مش فينك تقول لي يعني إيه الموضوع ما تكلم فيها إنما تقول لي أتكلم فيها إزاي يعني اللي بيحكم يعني مش معقولة مثلاً يا أستاذ إبراهيم إن يبقى كل شطارتي إن أنا أجيب أكبر عدد من الناس تتفرج علي لأن دي لها طرق يعني أنت مهما عملت ده فيه طرق أكثر خروجاً عن المألوف وعن الناس وعن الأخلاق تجيب مشاهدين أتر منك أي مش مقبول إن إحنا نتحاول إلى سيرك الناس بتتفرج عليه عشان المشاهدات لكن مقبول جداً إن السيرك ده ممكن يتعمل بس بإيه؟ بما يدي إلى الترفيه والتعلم المتع الحلال المتع الحلال آه اللي فيها تعلم وفيها رسالة بحيث مش إن أنا أجيب أتنين يعودوا يحفلوا على بعض عشان الجماهير تشتعل برة أو أجيب واحد في مداخلة زي ما حنشوف دلوقتي يشتم الناس كلها وكأن مقدم البرنامج بريء لأ أنت مسؤول أيضاً لأنك سمح بأنك أنت وأنت تعلم غالباً بيبقى عارف وجايبه عشان يعمل إيه؟ طيب خلينا الأول نتفع على ثلاثة أربع نقاط تشوفوا من خلالهم قد إيه الكلام ده مهم أعتقد لا خلاف على حجم شعبية النادي الأهلي جمهوره هو الأكثر شعبية الأكثر التصاقهم بالنادي الأكثر اهتماماً بشؤون نادية وربما كان الأكثر غيرة أيضاً على قيمة نادية إذن حجم الشعبية متفقين أنها تكمن في النادي الأهلي وتأثيراته مفيش خلاف على أهمية الإعلام كناقل للصورة العامة في هذا المحفل الرياضي الإعلام مؤثر جداً جداً فبالأهلي صاحب الشعبية الأكبر والإعلام صاحب التأثير الأهم عشان هنا كان فكرة هذا المؤتمر وما يخص ضوابط وضع مدونة السلوك مهمة جداً للنادي الأهلي قناة الأهلي كانت ممثلة في حضور الكابتن إسلام الشاطر المدير التنفيذي لشركة بريزينتشن لايب المتعقدة على إدارة القناة وتحدث وسعدت بتلبية الدعوة أيضاً والتحدث في المؤتمر المؤتمر لما انتهى إلى مجموعة من الضوابط في مدونة السلوك هنقولها لكم لأنه الكل تحدث والكل واحد قال مراحزاته بس كمان مدونة السلوكة باشواندس اجتملت على تقريباً تمانية وعشرين بند ليه الرأي العام مهم أنه يعرفهم الرأي العام هو الحامل لقيم المجتمع الرأي العام هو الحارس على كل أخلاقيات المجتمع لما بيرفض حاجة بيرفضها عن وعي وعن اهتمام وعن مسئولية وعن توجيه وإلا ما كانش قيمة الأعراف العامة بقت جزء من توجيه الرأي العام نفسه الناس بترفض الخروج عن الأعراف بترفض الخروج عن التقاليد عن الأداب العامة فبالتالي بقت للأعراف ولمواثيق الشرف ولمدونات السلوك هذه القيمة في هذا التأثير هي لا ترقى إلى أن تكون قانوناً وتشريعات لكنها ضوابط أخلاقية وقيمية مهمة جداً لضبط الأداء في هذا الاتجاه عشان كده يمكن من المناسب أن أقول لحضراتكم بعض هذه البنود والنقش بعضها مع المهندس عدلي وملاحظاته عليها وفي النهاية نشوف على ما استقر الرأي في هذه البنود أو هذه التوصيات قالت مدونة السلوك سلوك الإعلام الرياضي يتعاير على الإعلاميين الرياضيين الالتزام بأي مدونة سلوك أو مساق شرف يحكم عمل الإعلاميين والصحفيين سواء كانت صادرة عن مؤسساتهم الإعلامية التي يعملون بها أو صدرت عن مؤسسات أخرى مثل النقابات أو اتحادات الصحفيين أو أي أجهزة أخرى لها حق وضع مدونة مدونة تحكم السلوك الإعلامي ومدونة السلوك الإعلام الرياضي ليست بديلة وإنما مكملة لغيرها من المدونات ومواسيق الشرف الإعلامية تتكلم جميل جدا وده معناها إيه؟ إن أنت وإنت جاي بتشتغل في أي قناة أو في أي وسيلة من وسائل الإعلام والإعلان على فكرة الإعلان نفسه ولي بيطلع له ضوابته لازم يكون له ضوابته طبعاً مش معقولة طلع عشان منتغ زي إن أب بيخبي الأكل من ابنه عشان نقول إن الأب نفسه يكلها أكتر من ابنه ها ها دي بتصدر قيم سلبية تانية بتصدر قيم تانية ما نقدر أعمل دي في إطار إن الأب حريس إن يقطمها ويقسمها مع ابنه مثلاً فأي حاجة بسيطة من الصحافة من الإزاعة من الشاشات ومنها وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مؤسرة في تربية الشخصية للمواطن خصوصاً الأطفال يعني اللي بيطلعوا يشوفوا الصح ويشوفوا الغلط وإذا ما كانش الخطوط واضحة بين الصح والغلط ممكن يمارسوا لأن خطأ ألز وأسهل فممكن يجنعه إلى الخطأ دي اددتني فكرة دلوقتي نحن بنقول وهي لا ترقى إلى قانون ولا ترقى إلى عرفه وتوجيه طيب ما نأخذ المدونات دي وخصوصاً تبقى كلها متصقة في إطارة المدوناة اللي انتهى إليها هذا المؤتمر اللي حتقول لنا كلها تبقى جزء من تعاقد أي مؤسسة مع أي إعلامي تلزمه بهذه المواسيق زي ما أنه مثلاً ما تيجي المؤسسة بتقول لي إيه تلتزم بالأخلاق العامة مش عارف إيه تلتزم بالحصرية صحيح تلتزم بالسرية وتلتزم بمدوانة السلوك المرفاق الضابط عشان ما كبرش العقد المرفاق أيوة أنا بأخطيرك حترضي عليه وتبقى جزم العقد آه التزاماتك آه عشان إنت لما تيجي بعد كده بقى إذا كانت هذه المدوانة بتقولك ما تستطفش حد شتام وقال لي بيشتم آه ودون أن تتدخل وتجيب حق الذي تم سبه آه وتوني هذه الأمور إن كدت ما تجيبش أخبار توسع الفجوة بين الجماهير توقع بين نادي وجمهور بلد آه كل ده هتلاقي عندك فيبقى في الحالة دي العقد بحكمة منطس عليه طيب كمان البند التانية تعين على الإعلاميين الرياضيين الحفاظ على حيوية الأحداث الرياضية إحنا مش بنطف الحدث بالعكس الحفاظ على حيوية الأحداث الرياضية وإثارتها ومتعتها التي تحفظ للرياضة مكانتها وتأثيراتها الإيجابية القادرة على اكتذاب قطاعات عريضة من المجتمع دون الانزلاق إلى إثارة التعصب أو أي تنعارات دينية أو طائفية أو تشجيع العنف أو تعكير الأمن والسلام بين الجماهير أو مخالفة أي من القواعد التي تتضمنها القوانين وهذه المدونة مهم جداً هذه الفقر آه إذن هي بتقولك مش معنى أن أنا بقول يعني أنا مقصودش أنك أن البرامج تبقى فاترة أيوة أنك أنت تعمل أكل مريح لا أعمل فكر في كل وسائل المتع والإصارة والجزب والأخيوية قال له تعبير جميل قوي حيوية الأحبار ما قال لك إصارة قال لك حيوية الأحبار أنا مش بطف النور إن أنا بتفاعل مع الحدث وبعيشه معاه بمتعته وبدروسه ولكن دونه هنا بقى القيبة اللي تكمن وإنت بتعمل كده خلي بالك هو عاد تكون ده من خلال إصارة الفتن أو الأخبار الكاذبة أو الإساءات أو إزاعة الأكاذيب أو تعكير الصف العام أو تعكير الصف العام من خالة الأكاذيب وإحنا ما حنشوفنا في يوم ما كادت أن تشعل أزمة دبلوماسية ويعني عنيفة بين مصر والجزايا بين مصر والجزايا وكادة الأمر يتكرر لو لحكمة المسؤولين في إيه الأندية في أماكن أخرى حتى في الداخل يحدث هذا يحدث هذا بطريقة فجة ولما يتبعت مثلا جواب من إعلامي لنادي الشقيق عشان يوقع بينه بالنادي آخر ومر الأمر مرور الكرام دون محاسبة هو ده المقصود لا الإعلامي اللي يعمل كده هناك وسائل للحساب تبدأ بالمنع ثم تبدأ بالإقاف ثم المنع ثم بالتحذير في الأول حسب درجة الضرر أنت بتجدب بتصير فتنة بتروح تبعت لبلد آخر في نادي موجود في مصر مثلا أبادي مثلا كسبة ورق مزور كسبة وتندسر وتم التعتيم عليها العيب هنا مش في المدونة العيب هنا في التعامل مع هذه المعايير التي بنتمنى أن تسوه ترجع تاني أن برضو في الآخر المسألة مسألة ضمير المسؤول عن ضب هذا الكلام لابد أن يكون عنده هذا الحس في الحساب وعنده بداية من القانون زي ما قلت للعقود للإستدعاء والتحقيق وسائل كثيرة جدا لضبط لأن احنا نتمنى للرياضة أن تقدر رسالتها النبيلة في السمو و بالنفوس وتقريب الضاضي يعني كمان البند الثالث تعتبر المؤسسات الإعلامية التي ينتمي إليها الإعلاميون الرياضيون مسؤولة عن مخالفاتهم لما تضمنته هذه المدونة ومسؤولياتها تبدأ بعد معرفتها بتلك المخالفات وده نقطة الحياة كانت أسيرة يمكن تكلمتي فيها وتكلم فيها الأساس حسن المستكاوي طيب المصادر المتدخلة يعني فيه برنامج شغال فجأة فيه مصدر رياضي يدخل على التليفون يقعد فترة طويلة جدا يرتكب من المبيقات ما يكفي والإثاءات لمقتلف خلق الله وارتكاب الفواحش ما ظاهرة منها وهو ما بطن في النهاية مين المسؤول الرجل المزيع اللي قاعد في الستوديو اللي استقبل للمكالمة أو اللي قاعد معه ضيف خرج عن النص وارتكب تجاوزات مين المسؤول كان الحقيقة الحسب في هذه الجزئية من الأساس كرم جبر أنه في النهاية القانون بيجرم أو بيحمل المسؤولية على الناشر والناشر هنا هي القناة التي سمحت بهذا التداخل سواء من هذا المصدر حضورا أو اتصالا فهنا البند التالت بيقول لك المؤسسات الإعلامية التي ينتمي إليها هؤلاء الإعلاميون مسؤولة مسؤولية كاملة عن مخالفاتهم فبيتم حجب القناة حجب البرنامج إيقاف القناة إيقاف البرنامج حسب حجم الخطأ إلا حدث أتمنى أن يكون القانون الوحد هو المسؤول عن هذه الجزئية الشديدة الخطورة أحيانا صاحب القناة أو القناة أو الوسيلة أي أن كانت جورنال أو زاعة أو قناة بيبقى سعيد بأن دي عاملة حالة وحراك ومتابعة وجابة له إعلانات وجابة له مشاهدة لكن مسألة حساب مثل هذه الوسائل في هذا الضر مهمة جداً وأنت تعدد جهات الحساب لأن إنت لو اعتمدت على القانون سكة القانون بتبقى طويلة شوية والحساب ما بيبقاش فوري لكن لما بتجي تمنع كذا من الظهور وفتح حباب التحقيق مع قناة كذا ولذلك أنا بيقول لك لو القناة حطت هذه التوصيات في عقد المتعاقد في عقدها هتبقى الوسيلة في المتابعة أسهل وأكثر فاعلية صحيح في البند الرابع يلتزم الإعلاميون الرياضيون بتطوير أدائهم المهني من خلال السعي ورأي المعرفة التي تلزم الأداء أو تلزم الأداء عملهم بالكفاءة المطلوبة للحفاظ على ثقة الجمهور فثقة تتحقق بصعوبة ولكنها تختفي بسهولة تطوير الأداء المهني دي ناحية بقى احترافية أو ناحية متخصصة شوي عايزة أسمع رأيك أنت بأكثر مني تخصصا في هذا الأمر شوف هي أسيرة القضية دي في المؤتمر ولعلها كانت المشكلة الأبرز على المائدة أنه لما تحدث أحد الزملاء الإعلاميين عن فكرة امتهان نجوم الكرة المشاهير للعمل الإعلامي دون دراسة ودون تأهيل مهني لازم أو كافي فالكابتن أحمد شبير اعترض وقال لا المفروض يقول بعض النجوم الكرة لأنه فيه من نجوم الكرة من هو مؤهل بتراكم الخبرات بالدراسة ووصل لدرجة منه كابتن أحمد شبير كان موزج فأصيرت القضية الجدلية خلال الوقت وخدت وقت كتير للحياة وبقى واضح أنه فيه انقسام على الترابيزة ما بين نجوم الكرة المشاهير اللي امتهنوا الإعلام وما بين الإعلاميين الصحفين المؤهلين علميا فكان ضرورة فض الاشتباك بين الطرفين وهنا المسألة حتى كابتن أحمد حسين ميدو الحياة كان بدأ في البداية قال مقترح مهم جدا أنه يا جماعة احنا بقينا إعلام كرة قدم فقط بقينا بنتكلم كل الإعلام بكل مساحاته في الرياضة متاحة فقط لكرة القدم وتجاهل تم للألعاب الأخرى برغم ما فيها من أبطال أولمبيين وميداليات عالمية وذكر ميدو أنه دولة كبيرة زي بريطانيا القانون فيها بيلزم قانون الإعلام فيها بيلزم وسائل الإعلام بضرورة تخصيص مساحة كافية سواء في الصحف أو في البرامج مساحة كافية لتغطية أحداث الألعاب الأخرى كنوع من الرعاية المفروضة لكن رجع الكل يتكلم على الإعلاميين من نجوم الكرة دون تأهيل الحقيقة كانت المسألة فضل للاشتباك فيها من الأستاذ كرم جاب دعوة نقابة الإعلاميين والطلاع المجلس على التنظيم الإعلام وكان موجود الأستاذ صالح الصالحي وكيل المجلس أو وكيل جهاز الإعلام بضرورة تفسيص دورات سقل ودراسة وتأهيل للراغبين من كبات النجوم الكرة اللي اطلعوا بالعمل الإعلامي علشان رفع المستوى ودي نقطة مهمة جدا المفروض محدش ياخدها بحساسية نجوم الكرة على العين والرأس لأنهم في النهاية أصحاب خبرة فنية وأصحاب تجارب رياضية وعندهم من الدراية ما يكفي مش فقط لمجرد إنه وجه مشهور لا عنده الرغبة تحتاج إلى ضوابط تحتاج إلى دراسة تحتاج إلى علم تحتاج إلى تطوير في الأداء فهنا لا ينتقص شأن هؤلاء إنه فعلا لازم أن الناس تبقى حريصة على حضور دورات التأهيل والسقل لمواهبهم أنا ليه رأيه برضو في العتة دي مسألة إنه إحنا يعني نعتمد على كلمة نجوم الكرة اللي عايزين يعملوا في الإعلام المسألة ما بيجيش نجوم الكرة فقط ده في نجوم على السوشيال ميديا فرضوا وجودهم من خلال قدرتهم على التعبير من خلال قدرتهم على جمع المعلومات من التركيزهم الشديد على إنهم يعني بيدرسوا بطريقتهم الخاصة بيدرسوا بطريقتهم الخاصة فالقول بأن نجوم الكرة ده يعني أنا مع التوسيع اختصار مخل شوية مخل شوية وفي نفس الوقت أنا وأنا في حرصي على التوسع نحن أيضا ما بحبش التعميم أيوة لأن التعميم ده مش يعني إحنا مثلا لو خدنا مساهل مثلا إن مش كل الناس بتتكلم في الكرة بس لحنا عندنا برامج هنا متخصصة في الألعاب الأخر وعندك الزميل هيسم السعيد متقلق ولسه كان جاي ده كان لسه مصدفي اتحاد اللي كسب بطولة الكرة السلة أفريقيا للكراسة المتحركة وكانت حلقة ممتعة أنا طبيعتها من كتر ما سردها بطريقة جيدة وكانت سعادة أفطالنا دول وسعادة المسؤولين في هذا الاتحاد بصدافة النادي لأهلي اليوم إذن هناك من يبدو للجهد وهناك نجوم أخرى تستطيع أن تقدم عملاً إعلامياً متميداً لكن أنا مؤكد وداعم لفكرة أن يبقى فيه تأهيل أيها مهما كانت موهبتك أيها ومهما كان يعني خبرتك ورسوخك أنا واحد من الناس لو حدي قال تعالي أحضر دورت حروح واخد بالك كل إنسان لأن كل يو ليه؟ لأنك قد تجد مفتاح جديد يطورك بشكل شيك يساعدك في تقديم الرسالة يساعدك في تقديم الرسالة وتبع حتى أنت بينك وبالنفسك عندك لمبة كده بتقولك إيه حدود الصح والغلط صحيح أنا مع التأكيد على ضرورة التأهيل بس مع التوسع ما يبقاش مسألة لأين في نجوب أخر بتفرزهم من السوشال ميديا دلوقتي شباب رائع جداً عندهم موهبة محتاجين للاحتضان ولو خد بقى كمان الضوابط من خلال التأهيل هنكسب خعدة علمية رصينة يعني صحيح ده محتاجة جماعة أنه نحن للكل بقى يسق أنه الشغلانة دي علم علم بجد علم بتتاخد فيه وموهبة آه طبعاً الموهبة ده أساس لأنه اللي بيدرس بدون موهبة لا تكفيه لكن الموهوب بدون دراسة لا تكفيه أيضاً فبالتالي لما يجتمع الاتنين يكون الحرص على التأهيل المهني أعتقد دي مسألة كانت مهمة جداً وقالت كمان المدونة ينبغي أن يعمل الإعلام الرياضي من أجل نشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية الله والتي تضع روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية أنت عارف رأيه وعارف أن أنا مكرس كل طاقتي أي وإذا كان عندي بعض الخبرة في هذا الأمر أي بحاول ألزم نفسي بهذا الأمر أي والدرجة أنك جبت لا طيب احنا بنكلم شاب أي أنا مكنش عارف أن النادوة دي هتاخد مني أي حاجة في العين آه في العين طفل صغير هو ده أنا مؤمن جداً بأن توجيه الرسائل الإيجابية من خلال الرياضة أسرع طريق لعقول أطفالنا ليطلعوا مواطنين صالحين تمام يحظر على الإعلاميين الرياضيين الإساءة بأي شكل كان إلى الفرق الرياضية المحلية أو تلك التي تنتمي لدول أخرى من حيث الشكل أو اللون أو الجنس أو الثقافة وعدم الخروج على مقتضيات المعالجة الإعلامية المهنية إلى أبعاد سياسية أو ثقافية أو اجتماعية أو أمنية وغيرها قد تتسبب في مشكلات بين الحكومات أو الشعوب أو فئات المجتمع بين قصين وليس ما حدث بين مصر والجزائر منذ سنوات ببعيد ده من عندك دي ولا لا ما بولك بين قصين بعد انتهاء مصر يعني أعتقد ده نموذج يجب أن يكون حاضرا في الزهد العام دايما كفاية اللي حصل كمان بتقول المادة السبعة لا يجوز للرياضيين استخدام المنافسات الرياضية بما يؤثر سلبا في الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي وتحقيق الاستقرار في المجتمع أو نشر العنف أو الإحباط فيه ايه كلام أهم من كده طب وفيه ايه فيها ايه لما نلزم أنفسنا أخلاقيا قبل كل شيء بالكلام ده مش هو ده صالح المجتمعات يا جماعة مش هو ده صالح البلد مش هو ده صالح الرياضة مش هو ده صالح الشعوب الموضوع يبدو بسيط لكنه خطير عدم الالتزام بالكلام المهم ده كله أنا لحد الوقت كل بانده أقول ده مهم بس يتضح أنه أهم من اللي قبلين طيب تتحمل المؤسسات الإعلامية كافة نفقات السفر والإقامة والإعاشة للإعلاميين والصحفين المكلفين بتغطية الأحداث الرياضية داخلية وخارجية ده علشان يمنع التأثير على نقاء الرسالة طبعا يحضر على الإعلاميين الرياضين المشاركة في أية أنشطة أو القيام بوظيفة ويمكن أن تؤدي إلى تعارض المصالح أو تظهر شبهة بذلك سواء كان هذا التعارض حقيقيا أو محتملا وهقول لكم دليل لأنه ارتبط بها المادة العاشرة أنه لا ينبغي للإعلاميين الرياضين المشاركة الرسمية بأي صورة من الصور في أية منافسات الرياضية رسمية أو إدارتها أو تنظيمها أو الإشراف عليها وقالت المادة الأحداشر ذات الصلة الإعلاميون الرياضيون ليسوا جزءا من الحدث الرياضي أو أية أحداث ذات علاقة بالرياضة ومنها انتخابات الأندية والاتحادية خطر جدا بقى دي أو مشاركين فيه وهتعين عليهم الوقوف على مسافة ما من أي حدث الرياضي تمكنهم من تغطيته بشكل مستقل نزيه وموضوع الحالة لما أسيرت النقطة دي صديقنا العزيز الدكتور ياسر أيوب قال لك دي خنائة أحمد شبير أو دي معركة أحمد شبير بس كابتن أحمد ليه؟ ليه تمالي مصدرينه؟ هقولك ليه ليه؟ لأنه هو الجزئية دي أسيرت وياسر معاه حق فيها لأنه لما اتحاد الكورة جيه حط لاحة النظام الأساسي اللي كانوا قائمين في الاتحاد بيحطوا اللايحة قال لك حظر الجامع بين العمل الإعلامي والترشح للاتحاد ليه؟ كان نموذج أحمد شبير حاضر قدامهم بقوة طبعا مكانش كابتن أحمد شبير بس ما كل اللي دخلوا المجلس وامتهنوا الإعلام جمعوا بين الاتنين دي اللي أنا عايز أقوله بدون واجل حالي لأنت ماسك في الكابتن أحمد شبير أو اللي بيتكلم هو يمكن لإنه الألمع وال الأشهر الأوضح وأنت لو قلت الكابتن أحمد شبير الإعلام ولا أي حاجة تانية في الدنيا هو خلص مؤخرا اختر الإعلام هو لو أنت بس بشارطه أنه يطبق على الجميع واخد بالك إنما لا ده فيه نمازج في التحادات أخرى كثيرة في الكرة الطائرة حتجد نمازج في كل مكان حتجد نمازج مسألة إن الإعلامي وهو الذي يقيم وهو الذي يراقب وهو الذي ينقض وهو الذي يتابع وهو الذي من مسؤولته تقديم الحقيقة أن يكون جزء من الحدث الرياضي ما تفاهمنيش أنه حيقدر يفصل هيجيله لحظة يقولك خلي بالك دي بالاشة على فترة ده بيأكد اللي أنت قلته من شوية إنه هذه المدونة لو تحولت إلى بنود ملزمة في التعاقد مع الإعلامي عند تعاقده مع القناة أو مع الفحيفة أو الموت خليت الموضوع خد بالك أنت هنا مش هينفع تترشح في الاتحادات هو النادي الآلي عمل إيه آه ها التجربة المتعبة اللي زعلت ناس كتير جوان النادي الآلي أيوة هتترشح عدم مجلس إدارة لا ده إذا أنت عايز تشتغل في النادي في الأجهزة الفنية ما تشتغلش في الإعلام في الإعلام آه إذن ليه ألزم نفسه بذل معيار آه ما ينفعش تبقى جزء من الحدث وأنت طالع بالليل تقيم آه تقيم حتى ما حللتوش هتروح تقيم ناس تانية صحيح لا علاقة ذات صلة آه وما فيش أسمى من العمل الإعلامي يا أستاذ إبراهيم صحيح لم يبقى مجرد طبعا بيبقى قوي جدا ويبقى جميل جدا ويبقى منزه من الهوى والغرض آه فما حدش يزعل من الكلام ده وإذا كان الجانب الاحترافي هو اللي بي يعني هو اللي بيليح على الإنسان الحقيقة فأي إعلامي آه شاطر مش ضروري يبقى عيد لمجرس إقدارة ليه وخصوصا كل الناس يقولك احنا متطوعين ابعد آه عشان تفضل زي ما بتقول على مسافة واحدة من الجميع وانت مش على مسافة واحدة صحيح المادة الـ 12 بتقول الالتزام في التحليل والتعليق والتقارير الإخبارية بالسمات العامة لكل منها هنا فيه فواصل فيه أطر مهنية شوية متخصصة ما ينفعش يبقى التعريل الإخباري كله رأي وما ينفعش التحليل يبقى كله خبر دي نقاط برضه تحتاج لدراسة وتأهيل للأسف الشديد أستاذ إبراهيم تحول الخبر إلى رأي صحيح فميقول البند ده الالتزام في التحليل والتعليق والتقارير الإخبارية بالسمات العامة لكل منها والإعلان عن ذلك بوضوح ولا يجوز الخلطة بينها أو أن تقدم الأراء على أنها حقائق أو يتم التعبير عنها بشكل يخرجها عن معناها أو سياقة وهنا خليني أستعير جملة عبقرية للمهندس عدلي قالها على أداء بعض الزملاء خد مننا اشتري مني وهنا احتكار أو إعلان عن احتكار كامل للحقيقة معينه محدش كده مفيش حد يقدر يقول كده قالت اشتري مننا بس اسمعها مننا بس خد مننا بس زي ما أنا قلتلكو أهو بيحصل الكلام ده وكلهم بيقولوا كده ها الكلام ده خطرته في البند بيقولوا أنه محدش يعلن أحكام أنت بتقول رأي ما بتقولش حكم اطلاق الأحكام في السياق الإعلامي ده مش من حق الإعلامي أنا من حق أن أنا أقول رأي لأنه اللي بيسمعني في ناس معايا وفي ناس ضدي بس أقول رأي في ناس بتأيدهم بس أقول رأي وشير عليه أنه رأي إنما ده رأي إذا كان تسمح لي كضيف أن أنا أقول رأي مش كموزيح حتى مش كمرسل لأن دي جزئية برضو خارقة أخرى لكن فكرة احتكار الحقيقة وإصدار الأحكام كانت من النقاط المهنية اللي أشارت إليها المدونة وقالت أن يتعين على الإعلاميين الرياضيين الحرص على أن يكون ولاءهم الأول والأخير للمؤسسات الإعلامية التي يعملون بها وليس لأي مؤسسة رياضية أخرى وقالت كمان يتعين على الإعلاميين الرياضيين الالتزام باللغة التي تحفظ للرياضة رسالتها واستخدام تلك اللغة في الارتقاء بالزوق العام ما ينفعش الألفاظ اللي بتتقال ما ينفعش المستوى للهازل اللي بيمارس قالت المدونة في المدى 15 يتعين على الإعلاميين الرياضيين الالتزام في التعليق أو التحليل بالقواعد الحاكمة لكل الرياضة من الرياضات المختلفة ولا يجوز التعرض للحياة الشخصية للمشاركين في الأحداث الرياضية مهما كانت الدواعي وتلك أم الكوارث دي يمكن رئيس المجلس الأعلى للتنظيم الإعلامي لأستاذ كرام جبر شدد وأكد عليها يا جماعة إعلامنا الرياضي بيجنح كثيرا للتجريح الشخصي بيتناول الناس في حياتها الخاصة بيعرض الناس أو بيتعرض لتفاصيل حياة الناس الشخصية دي كرسة من الكوارث المهنية اللي يجب التوقف معاً كرسة العصر يعني كرسة العصر مش بس في الرياضة أصبح الشخص مستباح مستباح در التنصت على تليفونه صحيح يكلمك حد ويسجلك قاعد قاعدة واحد يصورك دون أن تدري ويمتدي يبني قصص وموضيع عليها يا جماعة دا كلام مهم جدا 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 لسه فيه بنودة حيث تعد الصورة جزءا مهما من المعلومات الرياضية فإن المعلق الرياضي في حالات الصور الصادمة أو غير المألوفة يتعين عليه التحذير مسبقا من عدم صلاحية تلك الصور أو الأفلام للمشاهدين الصغار ما ينفع شيء فيه قود أخلاقي ومؤخرجينا لازم يراعوا كده يعني بنشوف التجارب الجادة شوية اللي ليها ضوابط لو حدست إصابة للاعب في الملعب مؤثرة جدا لازم يبعد بالكاميرا عنه لأن حياته الخاصة والوضع الإنساني الصورة مهمة جدا ما تجيب ليش واحد بيفرفر عشان تأذي الضمير الإنساني ما تجيب ليش واحد الدم سائل منه فبتهز مشاعر الناس دا كود أخلاقي على الناس بتزع جسرته وبتهز الصورة عند الناس دا كود أخلاقي المدونة بتفكر أو بتذكر بيه كمان قالت لا يا جزل الإعلامين الرياضين استخدام المنصات الإعلامية التي يعملون بها للترويج لمنتج أو شركة أو مؤسسة حتى وإن كانت من الرعاة للبرنامج الذي يقدمه وكذلك في افتعال المعارك والتراشق اللفظي مع أطراف أخرى دي دي عايزة توضع شوى أستاذ إبراهيم لأنه افرد أن انت فيه راعي أصلاً انت عامل البرنامج للترويج الوقت هتعمل ايه؟ يعلن أن دا برنامج لل يعني اه طبعاً هذه فقرة ترويجية أيوة دا برنامج تسويقي لمنتج كذا فهنا زي ما بيلزمك في الجرنان أن أنت ممكن تنشر وإنت بتنشر مادة تحرية على أن هي إعلان بتكتب دا إعلان تسجيلي أنا بنوه مسبقاً أن دي مساحة إعلانية علشان أنا ما وقعش المتلقى سواء قاري أو مشاهد في مادة هو الرجل ما يعرفهاش أنا هنا بخلط الإعلان بالإعلان لا وتبقى تبقى ما سابش حاجة لصدفة أنت لما تلاحظ دلوقتي في بعض البرامج المهمة لإعلامين مهمين بدأوا يخشوا في المساحة دي دي خطورة لأنك كده بتظلم ناس على حساب ناس طبعاً وتوظيف خاطئ للإعلام لا هو مش توظيف خاطئ لو أنت أشارت أن دي فقرة إعلانية ما بقتش توظيف خاطئ والمتلقى عارف وبتستغل شطرتك الإعلامية ومكانتك الإعلامية بطريقة محترفة بس بيبقى للإنسان عارف أن دا مش رائك ومش تحيوزك ولكنها فقرة أنت متوعة الأجر وانت بتعملها لهذا الغرض طيب لا يجوز بأي حال تدخل الرعاء أو المعلنين في محتوى الإعلام الرياضي حيث اختيار الضيوف أو تحديد الموضوعات حفاظاً على الحيدة والاستقلال دي كمان نقطة مهارة ودي تبقى إزاي بقى أستاذ برادل يعني ما تجيش تقول لي لازم أن تجيب الضيف ده علشان المعلن عايزه طب ما أنت حجبت فرصة الظهور عن ضيف آخر بس المعلن مش عايزه هتجيب الزه وده هيحصل أنه صاحب الدكان عايز كده صاحب الدكان عايز كده صاحب اللي بي الممول الممول اللي هو بيمول البرنامج بقول لك هتله فلان بس ما تجيب فلان بقى تجيبه بضوابط ولا يعمل اللي هو عايزه يفترض بضوابط والتزام يفترض الحتة دي عايزة يعني طيب قال البندت 23 يتعين على الإعلامين الرياضيين التركيز على الأحداث والسلوكيات الإيجابية المرتبطة بالقيم الرياضية التي تتم في الملاعب أو خارجها وإبرازها بهدف التشجيع عليها ونشرها على الجميع وتعين على الإعلامين الرياضيين فهم الأهمية الاجتماعية والنفسية والسياسية والاقتصادية للأحداث الرياضية في حياة المجتمع الكلام ما يبقاش كده تعالف النموذج الصارخ الواضح الذي يوضح هذه الفقرة المهمة جدا ماتش الأهل والهلال في السودان في ظل الاحتقان تجي لك لقطة مضيئة دكتور بيجري ينفذ لعب الهلال خلاصت الليلة قفلت كل التوترات وكان لها مرضوطة وتأثير الإيجابي المعدي أن ييجي الدكتور عجر الضهال والدكتور المنافس بقى فيهرول عشان يساعده في إصابة أخرى ويبتدي الكلام الطيب يطلع هو ده هي دي رسالة الرياضة التركيز على الحدث الإيجابي وعدم الالتزام بالإيجابية اللي المهانس عادة بيتكلم عليها بتعمل ايه؟ في النخيط بقى لو جبت واحد بيشتب خد بقى نطلع الأهل اللي راح يلعب مع المصر في بورسعيد وأنا ما زلت مصمم على أنه الأحداث الكارثية لا يجب أن تغيب عن الزهن العام لأن هي إنسانيا المفروض تخلينا ما نسمحش ابتكرار مثل هذه الأحداث الدامية اللي حصلت لما أكون على منصة إعلامية أهتم بإثارة الفتنة بين الأهلي والنادي المصري أو المحلة لما أفضل على طول أتكلم ليه الأهل اللي ما بروحش يلعب في الإسماعيلي اللي مزيد من الإيقاع بين الأهلي وجماهير الإسماعيلية فتحصل مباراة يحصل ما لا يحمد عقباه هنا أنا بخرج عن كل هذا النسق العام لأنه أولا الأهل اللي راح يلعب في المحلة قعد أقول لهم ملعب المحلة عامل زي مش عارف مين واجب إساءات توغر الصدور وتوتر الأجواء الأهل اللي راح يلعب في المصري تحصل نفس الحكاية علشان تحصل الكارثة اللي ربنا ما يكررهاش ويرحم شهداءنا فيها الإسماعيلي حتى الآن كل واحد مش لاقي كلمة يقولها ليه الأهل ما بروحش يلعب في الإسماعيلية ومش فاهم إنه هو كده بيزكي نار التعصب وبيجهل الحقيقة وما بيقدمش الرأي الصح بيجاهل هو مش بيجهل هو بيجاهل الحقيقة هو في النهاية المفروض عارف إن ده قرار للأهل رافض وللإسماعيلي معترض المسألة إجراءات تنظيمية تسأل عنها الجهات المختصة ليه استخدام مثل هذه الأمور وفقا لهذه المدونة وهذه البنود يجب أن تتوقف فورا الأهل يروح يلعب في تونس فتسبقه ورقه مزورة توتر الجو وتخسر الأهل بطولة وكادت تعرض أرواح الناس للخطر وأصيب حشان محمد لعب الفريق وقتها ده بسبب ممارسة زي كده هي دي يا جماعة المبيقات اللي ارتكبناها وسكتنا عليها أدت إلى ده فلما تصدر هذه المدونة في هذا التوقيت أعتقد كلام مهم جدا تنفيزه ومراعاته هو الأكثر أهمية بيقول البند الـ 25 الإعلاميون الرياضيون مرتبطون بعدم نشر أو التسبب في نشر أي مواد أو إعلانات كاذبة أو مضللة أو زائفة وكل مادة إعلانية يتعين تمييزها بأنها إعلانة وأن تعمل وسائل الإعلام الرياضي جميعها التقليدية والحديثة على حفظ الرأي العام على إدانة العنف المرتبط بالأحداث الرياضية وخاصة كرة القدم والمد قبل الأخير يلتزم الإعلاميون الرياضيون باحترام مشاعر الأطراف المتنفسة من اللاعبين والجمهور والإداريين وتهدئة المشاعر الغاضبة لديهم وعليهم الاستعانة بمهاراتهم المهنية في تحقيق ذلك الحمد لله أني ما سابش حاجة في صياغة هذه المدونة إلا وأشار إليها جمع كل المبيقات وجمع كل المحاذير وجمع أنت متخال يا أستاذ إبراهيم لو تم الالتزام بهذه المدونة أخلاقيا قبل أن يكون إجرائيا أو قانونيا أي وجه الحياة مش الحياة الرياضية وجه الحياة العامة العامة ممكن تتغير إلى إيه احترام وانضباط وهدوء الشارع ممكن البيت الواحد صحيح ممكن يحصل فيه إيه صحيح أنت وصحبك إزاي علاقتكم هتبقى أكثر حميمية وأكثر قوة وأكثر هتبقى استمتاعك الرياضي عامل إزاي ما أنت مشايل هم حاجة بقى كل حاجة ماشية بالطريقة التي تؤدي إلى دعم الإيجابية ونبز السلبية ولهذا أرجع أقول لابد أن يكون هناك ملحقاً سواء من الجهات الإعلامية أو جهات جهات الصلة بعمل ملحق أو جزء تاني يورينا كيف يمكن أن نلتزم بهذا الأمر وإلا اللي جاية اللي جاية مهمة لأنه تقريباً أنت ما قارتش المدونة أنا ما قارتش أنا ما قامت عليه بس بحسك قفزت ذهنياً للبند الأخير اللي شمل اللي المونس عدل بيقوله بيقول هذا البند تحال العقوبات في حالة مخالفة مدونة الإعلام الرياضي إلى القوانين واللوائح المنظمة للعمل الإعلامي بصفة عدة ويتعين على الجهات المنوض بها متابعة الالتزام بهذه المدونة مخاطبة الجهة المسؤولة عن تطبيق العقوبات واقتراح ما تراه في هذا الشئ على أنه في بعض الأحيان يكون نشر المخالفات وإبرازها في وسائل الإعلام عقاباً في الحالات التي لا تستوجب تطبيق لوائح أو قوانين عقابية دي تبدو أن هي يعني كلام متخصص قوي لكن مهم جداً هو عايز يقول لك يعني هو عايز يقول لك أنه الماجلس اللي هو الأعلى للتنظيم الإعلامي الأعلى للتنظيم الإعلامي وهو يملك الإحالة أيوة عنده قانون فقال لهم بقى تعالوا لي اللي مش حيلتزم وأن كنت لأملك أن أنا أصدر العقوبة بنفسي ولكن أملك أن أحيي لك إلى جهات الإختصاص المختلفة أيوة سواء كتنيابة سواء كترقابة يعني هناك هناك آلية آلية الماء لمعقبتك لمعقبتك وأنا أرجو تاني وتالت ورابع أن توضع هذه المدونة بشكل مستقل بلحق بالعقد ويشرق لأنه جزء متمم للعقد يوقع لي من كل العاملين في المجال الإعلامي بأدواعه المختلفة ده كلام مهم جدا بعد منقشة الحضور لهذه المدونة في هذه البنود تحدث الأستاذ كرم جابري الكاتب الصحف رئيس المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام عن توصياته الأخيرة بعد هذا المؤتمر نشوف بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة عقد في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنا بعتبره أكبر مؤتمر رياضي يوقد في السنوات الأخيرة كان الحضور كل نجوم الرياضة والكبات المشهورين جدا اتفق الرأي على عدة توصيات التوصيل أو الأولى تشجيع الفريق القومي في مباراته ضد السنغال وحجد الجمهور بروح رياضية جميلة بحيث أن تبقى هذه الأيام ابتداء من يوم 25 حتى المباراة الثانية احتفالية جميلة كده وقلنا طبعا هنعمل هاشتاج مضمون يعني أن اللعبة تلعب وربنا اللي بيوفى ده الأمر الأول الأمر الثاني كان فيه اتفاق من كل الحاضرين على وقف كل صور التجاوزات وتناول السمعة الشخصية بأي نوع من أنواع الانتهاكات حرية النقد متاحة كما تشاء ولكن دون المساس بالأعراض والسمعة الشخصية الجميع متفق على كده وطلبوا من المجلس اتخاذ إجراءات راضعة كل من ينتهيك هذه القيمة الأخلاقية الكبيرة يرتبط بدأ احترام مشاعر الأندية المتنفسة لا أصخر من أي نادي ولا أستهزئ بأي نادي وأعمل على إشاعة الروح الرياضية السليمة الغرض تنقية الأجواء الرياضية وإن شاء الله كده زي ما هالرياضة فيها روح التسامع وبتجمع الشعوب حوالين ممارسة جميلة جداً وبتجعل فرحة نتمنى أن يحدث ذلك وأننا نتقلص من كل السلبيات مع الإشادة بالألام الرياضي المصري الألام الرياضي المصري أدى دوره كاملاً وإذا كانت في بعض السلبيات هنعالجها أول بأول يعني أستطيع أن أقول بدأت أشعر بشيء كبير من التفاؤل أدعو كل ما قيل في هذا الأمر سواء في التفصيات الأخيرة أو في هذه المدونة وإيماني بأنها قادرة على تغيير وجه الحياة في المجتمعات وحصوصاً عندنا يدفعني أن أكرر مرة تانية أن تكون جزءاً في تعاقد المؤسسات المختلفة مع من يعملون في هذه المجالات ده رأي مهم جداً وقراءة أخيرة لهذه المدونة التي نتمنى أن تسود بكل بنودها في ضبط الأداء الإعلامي الرياضي لأهميته وتأثيراته متل على الفاصل وبعض الفاصل خلينا نشوف بقى مين اللي هيتمسك من عظمة لساني أهلاً بحضراتكم من جديد وما تخافش على الأهلي طالما الأهلي الحقيقة في قناته وفي أداءه وفي إعلامه وعنده هذا الالتزام المسبق بكل قيم المجتمع والممارسة الإعلامية الصحيحة والسليمة ونسعد لي فكرني في الفاصل أنه تقريباً كل ما ورد في مدونة السلوك الحميدة والطيبة جداً لضبط الأداء الإعلامي الرياضي تقريباً دي التزاماتنا إحنا كبرنامج بقناعات ومسؤوليات إحنا من البداية من أول لقطة إحنا جماعة اختلافنا مع المكتوب وليس الكاتب ردنا على ما قيله وليس القائل مناقشتنا للفعل نفسه ومش للفاعل كل هذه المسائل وعدم الرد اعتباطاً واجتهاداً ولكن بشكل موسق وبشكل على أسانيد ده منهج إحنا اللي أسسناه في ملك وكتابه وإحنا اللي التزامنا بيه وإحنا اللي بنينا عليه من أول حلقة من 738 حلقة فاتت إن دي رسالة وكلنا بنقول حتى بالنسبة للمنافسين يا جماعة دي منافسة الاحترام والتأدير لكل دي المنافسة وضوط التحفيل تبنينا الدعوة لرفض التحفيل ورفض الإساءات لأي منافسين حب الله يعني ده شيء يحسب لقناة الأهلي إنه تقريباً ربما كانت من القنوات القليلة جداً اللي لم تتعرض لا للافت نظر ولا لإيقاف برنامج ولا لأي عقاب لأنها في الأول وفي الآخر جزء من منظومة النادي الأهلي الأكثر حرصاً دائماً على الالتزام بكل الأعراف والتقاليد والقيام نتمنى أن الأمور تظل دوماً على هذا النهج لكن جزء أيضاً من آلية البرنامج ومنهجه دايماً الاختلاف أو المناقشة أو العرض لوجهات نظر ناس اتقالت بعضمة لسانها وصيرت المسألة في المؤتمر حد تقريباً تحدث وقال ما هو المفروض ما فيش قناة ترد على قناة لا إحنا في بيبو نردش على أي قناة إنما لما الأمر يتعرض بالنادي الأهلي وتتقال حاجة غلط ورأي غلط بنعرض الغلط أو الرأي اللي عرض وبننقشه الإجابة منه بنتفق معاه وبندعمه في معلوم الأحوال ما بنشرش إلى الوسيلة بنشر إلى المكتوب لما حد بيقول لا ما أنا مش هسيبك تقول غلط يتبني عليه رأي عام تأثر فيه بشكل سلبي المدونة بتتكلم على إنه جزء من مسؤوليات الإعلامي تبني الإيجابية ودعم الرسالة الإيجابية وإيضاً ضحض ورفض السلبية فهنا كانت دي من أهم الدوابط ربما دعماً لتوضيحك عايز أشير إلى حاجة لما سناها إحنا بقى عندما انتقل التأشير السلبي المغالط المبني على غير الحقيقة إلى خارج حدود الوطن في بعض القنوات الشقيقة في الخليج وآثرنا التوضيح والملاحقة والملاحقة لما كنا في الإمارات إيه اللي حصل؟ لقينا اعتراف واعتزار مش بس كده وجود النادي الآهلي أيضاً وهو يمارس هذه المبادئ اللي إحنا أشرنا إليها خلى الناس من جواها قناعيتها بيتعملت زي بالنادي الآهلي وأن الحقيقة لأ عكس ما قيلة كله وبدأ الكل يتحدث أن الآهلي ده مؤسسة تربوية أخلاقية ثابتة المعايير وكان بتكلم على الرسوخ وتبوت سياسة الآهلي فهو ده اللي إحنا عايزين نصله مش نسيق لغيرنا لكن ندعم صورتنا الإيجابية وعقيقة الأمور التي تعدس في النادي الآهلي ده كان كلام مهم جداً عشان كده في فقرة مهمة هناك الكثير بعض متلسانه ولما تكون الغزالة رائعة على رأي مبدعتنا الجميلة من القيع الحياة في الأغنية الرائعة اللي أنا ببقى سعيد جداً وهي ده على رأي الكواليني اللي يستخدم هذا ومعلقنا الرياضي الكبير الكواليني الحياة في المباراة لما شاف الآهلي بيبدع ويمتع بهذا الشكل قالك لا ده الغزالة رائعة واللعيمة فايقة والفرقة الأهلي سايقة وفايقة كمان الحياة كان مباراة ممتعة جداً لعل أهم ما فيها في بدايتها تسجيل لويس مكسوني هدفين كان فيهم رد كبير جداً وأيضاً فيهم نوع من التأدير من قبل المحللين المعلقين على هذه المباراة البداية يمكن دي أهداف الغزالة الرائعة ويا رب دايماً رائعة بص الجون ده هارجع تاني عايزك تركز على حسين الشحات حتى لما جاتوا الكرة الجون عمل ايه تاني تابعوا معايا هادي حسين الشحات الوحيد اللي موقفش والوحيد اللي باصه والوحيد اللي جاهز واستنى هياخد الكرة شوف عمل ازاي حسين الشحات حس انه عمل الدور اللي لازم تاخده بالكم منه يا جماعة عايزين من ايه دعم كل لعبتها لازم دعم كل لعبتها هو نفسه حس انه عمل دور وانا بقولك الجون ده على قدر ما يحسب لمكسوني لازم الناس تخلي بالها اهو شواء شواء ارتدت العرض جري قطع وضغط وباصة وخد مكان وسع له يعني يعني على فكرة جزء من ابداع الالف المباراة ديت هو اللعبة دي بتلعب مراكزية حالة السيولة اللي في الملعب عملت كل هزي الخطورة المرونة التكتكية لكل لعب عملت كل هزي الخطورة بصوا الطرفين يعني لويس مكسوني وحسين الشحات بديين المباراة طرفين هم دلوقتي في عمق قلب المركز رأس الحرب فهي في حالة من السيولة واللا مركزية تقريبا انت ما تقدرش تقوله هو مكسوني شمال ولا يمين حسين الشحات يمين ولا شمال يمكن شوية أفشة لأنه رجع لمركزه كصانع لعب في عشرة زادت خطورته وتمريراته الحقيقة كانت رائعة جداً مفيش أروع من تمريرات أفشة في المباراة دي إلا تمريرات حمد فاتحي اللي جاب منها شوف الفرحة الحقيقة بطس محمد شريف هو فرحان به وده اللي أنا عايز أكلم برضو زي ما اتكلمت على أفشة عايز أتكلم على محمد شريف أنت لعب هدف مطلوب منك أنك تهدف لكن لك أدوار في الملعب أنت تؤديها بكفاءة عالية جداً لا تحركه أحياناً هو اللي بيساهل التسجيل ولذلك ولذلك أوعة تتصور أن غيابك عن تهديف مطشين أو تلاذة معناها أنه ده حيهز صورتك عند الناس اللي بتفهم في الكرة ده كلام مهم جداً لشريف الحقيقة وجاية جاية وبعدين هو حتى سيء البغت في أكتر من مباراة حتى وإحنا في كاس العالم يتلغي له جون ويعني عايز أقول أن لأ لو لأن اللعبة كلها عارفة تتحرك شوف السلو باس وشوف التاني بيستقبلها زو القرار الشحات ويروح أططها بالمهارة دي والدقة دي لا الغزلة كتت فيئة صحيح واللعبة كتت فيئة أيها والأهل يا جماله والأهل يا جماله طيب أنا زي ما قلتلك في حالة من الله مركزية في نوع من السيولة في الملعب الكل بيتحرك في كل الأماكن في تناغم في تحركات اللعبة وتبادل للمراكز في حالة بدنية فيئة وفي معنويات عالية جدا في الملعب في غزالة رائعة بجد عشان كده هذا الأداء الرائع جدا والراقي جدا والمبدع جدا خلى للآهل مكاسب كتيرة في هذه المباراة خلي بالأل ما قلنا بنقول الغزالة رائعة أستاذ إبراهيم ده دليل على أن المزاج في أعلى حالاته ولا يمكن يكون المزاج راقي اللي زكاة حالتك البدنية كوي صحيح عشان كده بصوا على المكاسب الكتيرة جدا دي مباراة من أكتر المباريات اللي قدمت مكاسب كتيرة قوي احنا يعني بصوا بقى هذا الهدف ممكن نتابع زياد وهو جاي شوفوا زياد طارق شوف زياد طارق واحتضان اللعيبة اللي هو وتشجيعهم له وفرحتهم بيه إضافة نوعية هيلة جدا زياد شوف شخصيته جاي منين أنا عازك تشوفه شوف حسام حسن اللي راجع من إصابة وبيسجل شوفوا رهان الجهاز الفني لما يدي الشريف جزء ويد حسام حسن جايب منين ويتحرك إزاي وبشاور ده هو اللي بدئها من الرأي وثقة السلية أنه حطاله هنا وهو واخد القرار ده نعيب عنده شخصية بص احساسه حتى اهو الكادر لما تفتح تشوفه هو الكرة سابتة ومتنبئ أنه تحرك هنا عشان يخد احنا بنتكلم كمان على طرفين ما شاء الله محمود وحيد وكريم فؤاد مكاسب هيلة جدا ما حسسوناش أنه في طرفين هيلين في الفترة اللي فاتت وبقالهم فترة هاني ومعلول الاتنين لما المسلمان يريحهم ويدي آآ كريم أو يدي كريم فؤاد ويدي كمان محمود وحيد الاتنين يعملوا مباراة كبيرة جدا مع حسان حسن لما يستبدل طبعا خط النص حد سواله خرج عن القوة والنجاعة اللي فيها أليو ديانج مع السلية وحمدي فاتحي سلاسي يمكن ده أفضل خط وسط في أفريقيا دلوقت الحقيقة ربنا يحفظهم يا رب احنا بلون كده احنا لسه فيه ماتش مهم جاي نتمنى نشوف الحالة دي تاني لكن اللي أنا عايز أقوله محدش يقول لي أصل مصر مقصة ما كانش في حالته أو إن هو الفرقة دي قدرتها كده لأن ياما ياما فرق ما كانتش في حالتها وقدرتها كانت خفيفة ولكن حالة النادي الآلي ما كانتش كويست درجة إنها يقدر يعمل مباراة مثل هذه إذن الأمر رهن قدراتك إيوه وربما أنت باللي قدمته صدرت إمكانية لقدرات المنافس ده كلام مهم قوي يا بشمال الحقيقة لإيه لأنه الناس يقول لك إيه ما هو المقصة مش في يومه طب هو مين اللي خلاه مش في يومه عشان أنا في يومي الفريق اللي بيتفوق ويفرض حضوره بقوة في الملعب بيأثر على الآخر لأنه المقصة لو الآلي قل شوية أو ارتكب أخطاء المقصة أو أي منافس أي فريق حيركب وها تفوق فلا تبخسوا الناس أشياءهم مش معقولة عشان أنتوا مش طيقين للآلي إبداع بهذا الشكل لا أصلا المقصة ضعيف لا أصلا المقصة مش في يومه لا اللي خلاه مش في يومه تفوق الآلي الكبير المطش ده لما تشوفه وتتفرج على مطش الأهلي والهلال في كاس العالم ها هتجد هتجد المسألة قريبة جدا في التناغم والتحر هو إيه إيه اللي أنا عمله بشور لك عليه شوف الشحات لما شاط اتحرك إزاي وتابع وضغط وخده كرة وعمل أسات وخد مكان عشان يسلم كرة أو يوسع لزميله ها طب الجنب بتاع زياد ليه كنت حريس أجيبه من نقطة السبات ناشئ زغير واقف في مكان بعيد يجري على مساحة من محدش متخيل من سلايا حيحطه كرة دي هنا ولكن تحركه يلهم السلية ها إنه حطاله في الحتة دي فهو يجري واخد القرار للعبة بالشكل ده إذن التحرك المباشر بكرة أو بدون كرة بيسهل لزميل ها إنه كمان يبدع ها تاني بص بص جاي منين بص جاي منين شوف جري إزاي لماذا وضعها السلية في هذا المكان لإدراكه إن هذا اللاعب الناشئ فكر وجري وخد مكان فيستحق هذي الباصل صحيح كان ممكن يلعب على يمينه لوحد من كبار أصحاب الخبرة وحسام حسن الحياة كمهاجم بدأ يدخل بشكل قوة ياريت تجابهنا برضو التحرك أوتنين حتى في جنل اللي تلغاله ها طيب بمناسبة زياد طاري وتقلقه بقى النهاردة أو منذ قليل الأهلي وافق على إعارة ميدو حسام اللاعب الناشئ زميل زياد طاري إلى الدوري أحد الأندية في الدور التشيكي وأحمد بيسو لأحد أندية سلوفاكيا وده في إطار سياسة جهاز الكورة في النادي وقطاع الناشئين لإتاحة الفرصة لبعض الموهوبين لفترات السقل والاحتراف في الدور التشيكي أو السلوفاكي مع مجموعة كبيرة من الناشئين الآلي شفنا أحمد عبدالقادر لما طلعك خد التجربة يرجع بشكل جيد شفنا فرص أنت تسافر برا يمكن أحمد ياسر ومغربي لسه متوفق لهم الأسبوع اللي فات أعتقد ده جزء من الرعاية المبكرة جدا لموهوبي الأهلي مؤكد أنه حيروحوا دوري وحيرعموا برات أكبر وأقوى بكتير من مسابقات الناشئين عندنا أو انتظارهم عشان ياخدوا بعض الفرص مع الفريق الأول تجربة رائعة أطلب التوسع فيها طيب بصوا الغزالة كانت رائقة وفيقة قوي في يوم كمان الناس خادت بالها أنه ده يوم تاريخي لأنه يوم 22 22 22 22 ده اللي تقال أنه ده اللي سبيشيال دي في التاريخ الأرقام دي ما بتجيش مع بعضها كده فكان غلاف مجلة الأهلي أنه الأهلي بيوصل للنقطة 22 يوم 22 22 22 22 ده شغلك ده ده غزلتك أنت دي فكانت من 8 مباريات برمز برمز من 7 فوز وتعادلين وبدون خسارة الزمالك في المركز التالت بتسعتاشر نقطة وأيضا من 9 مباريات 6 فوز وتعادل وحيد وخسارة المكاسب الكتيرة للنادي الأهلي والإدارة الرائعة للمباراة كانت محل تعليق الكابتن طه اسماعيل نشوف شكرا للمباراة فؤاده من الكرة الأرضية على الحقيقة متحرك مش بس مجرد أنه سجل أهداف أنه بتحرك بشكل كويس فأنا شايف أنه هو كمان أعطى فرصة في مباراة مناسبة الأهداف يبقى لها عامل مختلف وطبعا زي ما قالت في تنوع كمان في الأهداف زي ما قالت الدكتور طبعا في تنوع في الأهداف أنه استخدم رجل اليمين رغم أنه أشهر في الهدف الأولاني الهدف الثاني الأطعب بتاعته كمان التحرك بالزبط التحرك بتاعه هايل التحرك بتاعه هايل الاستلام كويس آه يا تولد منه شوية ولكن قدر مع الاستلام بتاعه أنه هو يشتغل بشكل فيه عقل فأنا أعتقد أني مكسوني يستحق أنه يكون رجل مباراة كابتل نعمات بطفق مع حضراتكم أنه هو واحد من أفضل لعبة اللي موجودة النهاردة أدى أداء جيد بعيد عن الأهداف تحركاته المميزة والأطعب ظهر المدافعين تعمل معه بشكل جيد جدا آه فهو من في المتش النهاردة مكسوني عندما يعتقد الإنصاف من الكبار اللي كان اليوم أراء مختلفة ده قمة العدل وقمة قيمة من يقول الرأي أنه ما بيثبتش من باب المكابرة لأ حتى الدكتور طه اللي كان له رأي ومعظم النقاد اليوم رأي عندما وجدوا الإيجابيات تتحقق في أرض الملعب أشهدوا بيها ولذلك هنجد أن مثلا الدكتور طه أستاذ إبراهيم ينتقل من مكسوني الهدفين اللفتوا النظر إلى جودته بالإضافة إلى تحركاته في المباركة كما أسلف خبران الجمال ينتقل إلى مشماني نفسه اللي كان محل انتقاد نرى طيب على فكرة لعب فيها باستحواز ونقل الكرة بسلاسة وسهولة بين اللاعبين أحياناً فيه تمريرات مباشرة أحياناً من الأطراف أحياناً من العمق أرضى اللابات بتتلعب من اللجناب حاجاتها مع كروسات بتتعامل على اتجاه الجول الحقيقة النادل آلي عمل مباراة كبيرة جداً أبدع فيها اللعبة بسهولة اللعب دي من المرات اللي النادل آلي نجح فيها بشكل كبير جداً فهو يستحوز استحواز كاسح جدني أمرت واحد أمرت اتنين المسلماني نجح إلى درجة كبيرة جداً فهو إدى فرص كثيرة لبعض الناس يعني النهاردة كريم فؤاد بدأ من الأول وأبدع عندك مثلاً ميكسوني من الأول وأجد بعد ذلك لعب أغير تغييرات في تسوق تاني نازل زياد ومشي بشكل كويس نازل محمد محمود نازل حسام حسن محمود وحيد برضو محمود وحيد من الأول لعب المباراة من الأول برضو أدى فيها بشكل كويس الشناوي طبعاً لجي بعد فترة طويلة وده برضو جيد إنه هو ياخد الإحساس ده وعشان المباراة اللي جاية أو المنتخب وخلافه فالحقيقة نجاح مسلماني نجاح كبير جداً في إدارة هذه المراسة وفي التشكيل الأساسي أو في التغييرات اللي تمت أسنان البر أو في التابتس اللي لعب بها النادي الأهلي والخطورة الكبيرة على مرمى فريق المقاص وأنا أعتقد يعني النهاردة مكاسب كبيرة جداً طيب الشيخ طه مكاسب كبيرة جداً وبتكلم بسعادة كبيرة واضحة على الشيخ طه زي ما هي واضحة على الكابتن أحمد متعب والكابتن أحمد حسن في الاستوديو التحليلي لكن كمان هي شهادة لم ينكرها الأستاذ محمود معروف النقد الزمالكاوي الكبير لأنه كتب في عموده التليكس في الجمهورية التاني يوم قال الفوز بربعية نظيفة بيتكلم للأهلي الفوز بربعية نظيفة والأداء الرفيع أمام المقاصة مؤشر كبير على أنكم في الطريق الصحيح لاستعادة عرش بطولة الدوري فعلاً شياطين ده تأكيداً على الغزالة الرائقة قوي والأداء المبدع للأهلي في هذه المباراة كابتن أحمد حسن يتحدث عن أهمية عودة الثقة لعدد كبير من اللعبة وده جزء من أهم المكاسب في رواعية المقاصة نشوف الصقر الناد الأهلي عنده استفادات كتيرة جداً جداً من اللقاء ويمكن زي ما احنا قلنا قبل اللقاء اللقاء سهل بالنسبة المسلماني تاكتيكياً لأن أنا دايماً بقول أن اللعبة هي اللي تقدر تعلم ودايب أو تقلم ودايب اللعبة هي هي الأماشة اللي بتشتغل هي الأماشة اللي بتنفس بس في النهاية الأساس هو اللعبة لأن الكوتش ما بيزنش يلعب في الملعب فأنا معاك طبعاً اللعبة الناد ده شغالة بشكل مش استحواز بس استحواز وخلق فرص لأن أنا توقعت مثلاً قبل اللقاء أن المقاصة يلعب الناد ده بتكتلات فالنادي الأهلي إزاي يفك التكتلات دي لأ احنا شوفنا أن النادي الأهلي قدر أنه يفك التكتلات ليه؟ سرعة الأداء بتحول الباكين اللي كانوا شغالين حسين الشحات شغال بشكل جيد ميكسوني شغال بشكل جيد تغيير المياكس يعني مثلاً ميكسوني الطبيعي أنه هتلاقيه بيلعب نحية اليمين أنت النهاية ده متواجد داخل منطقة الجزاء حسين الشحات هو اللي بيلعب نحية اليمين هتلاقيه هو اللي داخل هو اللي شط الجول الأولاني يعني لما نيجع لكوا تحس أن فيه تبادل للمياكس فده بيخلق نوع من أنواع الخلخلة للخص هو مش عايف يمسك حسين الشحات ولا يمسك ميكسوني ولا أفشل اللي جاي من تحت اللي بيشغل الفئة ولا محمد شايف اللي هو بتحق عشان يفضل الناس من تحت فطبعاً يعني عرضت سقة العدد كبير يعني اللي أنا عايز أقوله وأكد عليه الكابتن أحمد حسن التحركات المرونة التكتكية والمهارية والقدرات الخاصة اللي موجودة في لعب النادي اللي يتخليهم يتحركوا من مركز إلى آخر بمتاز ثلاثة مش بس يجيدوا ويصنعوا أهداف ويجيبوا أهداف حسين الشحات النهاردة بيجيب من ناحية الشمال مكسوني بيجيب من القلب وبيجيب من ناحية الشمال هذه المرونة التكتكية ميزت أو أدت إلى جادة الأداء في هذه المباراة ولكن نشوف الكابتن عماد متعب أستاذ أبريم ولا ليك تعليق لا الحياة المهانس عادلي وجه نصيحة لمحمد شريف لكن إيه رأيكم لما النصيحة تيجي من لاعب شغل نفس المركز وواجه نفس الظروف على فكرة متعب لو تفتكروا فيه فترات قفلت معاه شوية وهو واحد من أمهر وأفضل وأبرز رؤوس الحربة اللي جمت في تاريخ الكرة المصرية وبما في التلاتين سنة الأخيرة لكن لما يكون متعب عنده الإحساس باللي بيمروا به شريف يبقى الكلام ده شريف المخيف مهم من متعب هرأيكم سألتني سؤال في بداية الأستوديو عن قصة المهاجم أنه لازم يسجل أو يسجلش طريقة اللعب دلوقتي بتختلف يعني شفنا النهاردة ميكي سيوني بيقطع في ظهر محمد شريف بيسجل هدف حسين الشحات بيدخل ويشوت زياد طارق بتتلعب له بيسجل مطالب أن المهاجم يلعب على المرمى لكن في نفس الوقت وارد أن أي لعيب من الأطراف من اللعيبة اللي جاء من تحت هي اللي تكون عندها فرص أكبر لأنها مش مراقبة فتقدر تسجل أهداف محمد شريف بيحاول وبيكتهد مش عايزه يهمد مش عايزه نفسياً يهبط لا خلاص خليك مكمل بنفس الشكل الأهداف هتيجي بس أنت في نفس الوقت لازم تحركاتك داخل الثمانتاشر أنت بتجبر اللعيب يحط لك كرة في الحتة دي أنت بتتوقع أن الكرة هتروح في الحتة دي دي كلها حاجات المهاجم بتجيله بالخبر لما أنا حضيف إيه ما أنت عارف رأيي أنا قلت لشريف حابت قبل ما معرف الرأي اللي اختص بيه كابتن عماد متعب أنا رأيي أنك أنت كلاعب بتؤدي دورك والأهداف ده رزق وحتيجي حتيجي لأنك تملك هدي الملكة طيب من مكاسب الآلي أيضاً في هذه المباراة اللي اطمئنان على عودة الشناوي محمد الشناوي الحارس الأول في أفريقيا هذه الفترة واللي يمكن حتى لما شارك مع منتخب مصر في كاس العالم في روسيا كان في المباراة اللي روجوي ما نفزمتش الشناوي عاد من الإصابة وشارك في مباراة الأهلي مع المقصة لكن زميلنا مهيب عبدالهادي كان له رأي تاني نشوف النهاردة مشاركة الشناوي كانت مشاركة من حافز أو من دافع التحفيز والعافية يعني إيه العافية؟ يعني أنا هشارك هو كان غير مؤهل شناوي غير مؤهل تماماً اليوم أنه هو يقف تحت الثلاث خشبات لكن لكن هناك بعض التعليمات من الجهاز الفاني المنتخب مصر بمتابعة الشناوي لأنه كان في بعض الكواليس بعض الكواليس هل أبو جبل هو الحارس الأول؟ أعمل علاجي برحتي؟ لا إحنا عايزينك تبقى موجود فده معناه إشارات إنه لا يكون متواجد في مباراة سنغان محمد الشناوي من دلوقتي بقول لكم أول مباراة الشناوي النهاردة حتى كان باين من جاريته إنه لسه لم يكتملش فائل ده نموذك بقى يا جماعة لو اتطبقنا الكلام ده على اللي فهمناه واسمعناه في مدونة الأداء الإعلامي ها هتجده بيخالف بشكل واضح جداً هذي بعض هذي التوصيات هاي إن أنا أقول الخبر وكأنه أمر بحتكر به الحقيقة وأقول وجهة نظري وكأنها خبر أنت جبت منين إنه غير مؤهل تماماً تماماً وكان شغل بالعافية حشارك حشارك عشان المنتخب ولأن الشناوي ده مش اللعيب اللي كل مصر مستنياه وخصوصاً نادي الأهلي عشان عنده انتزامات مهمة جداً يعني هو إجاد الفني لما بيشارك الشناوي بيشاركه وهو عارف إن عنده ماتش في سانداونز وعايز يتمئن إن عنده أكتر من حرس جاهزين وخصوصاً الشناوي فالقول بأنه بالعافية ها كابتن مهيب النبي يعني بلاش الكلام وكأنه الحقيقة صحيح طيب الأداء الراقي للآلي كمان كان محل تأدير ورأي من الكابتن سامير كمونة نشوف شوفت أداء راقي جداً من نادي الأهلي النهاردة انتشار استحواز المستوى التهديفي رائع أربع أهداف كل دي جمل وكل دي شغل وتاكتكا فاروق أنا شوفته النهاردة الحقيقة نادي الأهلي أدى أداء راقي جداً عجبني حسين الشحات لما بيكون في مستوى وبيطلع كل اللي عنده أنا الحقيقة بأمسوط قوي مكسينو النهاردة كان مفاجأة بالنسبالي أنا أول واحد اتكلمت عليه وقلت إن هو مستوى الفني بعيد على مستوى نادي الأهلي ولعبة نادي الأهلي غلطان إنت يعني كابتكا؟ مش غلطان اللي أنا شوفته قبل كده غير اللي أنا شوفته النهاردة الراجل مصر إن هو يديله مطشاط ويديله مطش النهاردة المقصة قدر إن هو يطلع جزء كبير من إمكانياته ما إحنا إنت لو تفتكر في لافيو قاعد سنة ما يجيبش جواه وبعد كده منه جزء عمال يديله مطشاط لحد ما بقى نجم هل تشابه دلوقتي ولا لسه بدر يا ممكن أقول لأ ممكن يبقى أحسن من كده من النهاردة كمان يعني أنا شايف فريط النادي الأهلي النهاردة محتضنينه كمان يعني هو الراجل اللي عمالينه بصوله أسسته وبيساعدوه في الملعب وهو بتحرك كويس وإن دي ميزة لعبة النادي الأهلي لما يكون فيه لعيد مش ماشية معاه بيفوقوه يعني أنا أتوقف طبعا هو الإشهادات دي معظم اللي تحدثوا أشهادوا بميكي سوني لكن ميزة لعبة الأهلي إن مسندتهم لبعضهم اللي محتاج دعم هم بيدعموه طب إحنا بقى كجماهير ما إحنا أولى كمان ندعم إحنا اللي محتاج دعم ما نهبطوش ده كان كلام مهم جدا أهم ما قاله كمونة النقطة المهمة اللي أنا بحيي كمونة عليها إنه ما كابرش قال لك أنا كنت انتقادته قبل كده بس مش هو ده اللي أنا كنت بشوفه وافتكر على طول أماده في لبيو وده كلام مهم جدا في عدم المكابرة أنت كان ليك رأي بناء على المستوى وقتها لكن في ناس قفزت من تقييم المستوى والأداء بتاع ميكي سوني في مباراة أو أكتر إلى الحكم على الراجل وتفطيسه والتأكيد على عدم جدواه والمطالبة برحيله والتهام اللي جابوه وأصله عشان مسيماني ما عربش إيه كلام كتير قوي تقال أعتقد كمونة ما كانش كده كان رأيه فني ورجع الحقيقة قال لا أنا كنت قللت منه لكن الحقيقة اللي أنا شفت النهاردة حاجة تانية لدرجة أنه قال أنا ما استنى أكتر بالضبط طيب كل دول اللي أنتوا شفتوهم نجوم الأهل وأبناء الأهل فمعلش ربما يرى البعض أنه رأيهم مجروح أو شهادتهم مجروح طب ما نشوف برينس الكرة المصرية والزمالك الكابتن أشرف قاسم شفاه الله وعفاه رأيه إيه فأداء الله فيه ناس كتير انتقادته موضوع الراحة اللي هي بزيادة عن اللي زوم يعني بس النهاردة اللي واضح هو ريح اللعبة ست وحد وتمرن اثنين خفيف ولعب النهاردة طيب فيه ناس قالت هو ليه خده يومي الراحة يعني برضو ممكن أكون أنا مع الناس دي لكن ما هو أنا قلت المرة الفاتح هو عارف الحملة بتاع التمرين المرة الفاتح قلت كده هو عارف إمكانات لعبته ومين اللي محتاج يرتاح على فكرة هو ممكن يجيب اللعبة كلها في التمرين وين اللعيبة ودي فرصة كويسة جدا اللعيبة اللي لعبة النهاردة يعني قدت شكل بشكل كويس جدا جدا يعني ودي حاجة برضو بتبدي انطباع فوق الجيد جدا لللاعب اللي هو بعيد إن في أي وقت لما تيجي تتحط لازم تكون مجاهز نفسك عشان تقول إن انت موجود مش فيه لعيبة بقى النوعية اللي عندهم نوع من يعني الهزامية شوية يقول لك أنا ما بنعبش اللعبة خلاص مش حطمها فأول ما يجي ينزل يلعب نفسه برا برا الفورمت المباريات خالص حيبدا مبرر للمدارب إنهم ما يلعبوش فالنهاردة اللي حصل غير كده خالص نقطة جديدة ومهمة جدا أشار إليها البرينز أشرف آآ 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 ليه بقى؟ قال لك اللعيب البعيد دوره إيه؟ إن يكون جاهز ياخدوا الفرصة يبان كده زي الطرفين محمود وحيد آآ 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 يعني زائد طبعا ناشئ زي زيادة ما ينزل زائد مكي سوني نفسه يعني اللعيب لما يكون الناس ودي النقطة المهمة هو اللعيب بقى ليه ظهر كويس؟ لإنه شاعر بعدالة الجهاز الفني شاعر بثقة الجهاز الفني فيه فمؤكد إن المسلماني كان بتكلم الفرصة جايلكو جايلكو ما تقلقوش هو ده اللي بيخلق إن البديل لما ينزل يبان بالصورة دي صحيح إنت عايزت تجيب الكلمة؟ طيب ده رأيي البرينسة أشرف قاسم رأيي ابن المعلم كريم حسن شحادة نشوف مباراة الأهلي والمقصة طبعا فوز كبير للأهلي النهاردة والأهلي النهاردة عنده مكاسب كتير جدا من الفوز أهمها أنه تصدر الدوري بـ 22 نقطة وفرق عن بيراميز وفرق عن الزمالك النهاردة الأهلي لعب بعض اللعيبة اللي ما كانتش بتلعب كتير الفترة اللي فاتت وجهز اللعيبة عشان المتشاط القادمة في دوري أبطال أفريقيا وأيضا في الدوري ريح بعض اللعيبة اللي كانوا مجهدين شوية من المتشاط من كسل العالم الأندية مثلا زي محمد عبد المنعم زي علي معلول النهاردة في لعيبة فائت زي ميكي سوني قدر النهاردة يحرز هدافين ويعني نقدر نقول فائ أو أظهر نفسه النهاردة أو أظهر شخصيته وأداءه مع النادي الأهلي النهاردة جاب جنين زياد طارق اللعيب الصغير الناشئ اللي كان تقلق في كاسة الرابطة النهاردة مسلمان ينزلوا في الشروط التاني وجاب الهدف الرابع للنادي الأهلي حسين الشحاتة النهاردة أحرز هداف في مكاسب كتير جدا المباراة اتسهلت على الأهلي عشان الأهلي جاب جنين بدري يعني مؤكد إنه هم الكابتن كريم شحاتة إبراهيم وهو يعدد المكاسب ويعدد المزايا من هذه المباراة للنادي الأهلي ها أنصف عناصر كتير طيب ولكن فيه أنصف آخر مهم جدا لأنه قالها بطريقة مختلفة اللي إذا كان رأي عاستضيفه إكرامي الرديني في قناة عمان عجمان عجمان كويس قوي نسمح الله الإعلام شغال اعتذرات اليمين دول دي حاجة إجابية يعني اعتذره من المسيماني بعد النتاج اللي حققها في كاس العالم الأندية في الوقت اللي كانوا كل يوم بيطلبوا فيه بإقالته بعدم التجديد بتقييمه النهاردة بيعتذر المكسوني اللي جاب مبارح هدفين في دقتين منهم هدف عالمي جدا برضو بيعتذروا له ده كويس انتقدناه في الفترة الماضية ولكن انتقدناه والله العظيم انتقدناه كحبنا لهذا الشخص ولكن فريق الأهلي تعدل مع فريق مع المسيماني أو المسيماني كذلك لابصمة مع فريق الأهلي وعادل لشكة الانتصالات المسيماني تغير محلية هو عرف الأعلام المصري خلاص تابع ترى وترجموه لترى زكي النهاردة شفنا مكش مبارح ما بقاش فيه فرق ما بين بديل وأساسي الأهلي بينر بمرحلة خطيرة جدا في شهر ثلاثة واربعة فوق السبعتاشر مباراة فهو من زكائه حضر البديل زي الأساسي المسيماني شفنا بيدي ربعيات ربعيات للمقصة أخرهم من بارح بدها بالإسماعيلي الهلال السعودي سموحة وخمسية شهيرة بتاعة نادي الزمالة طيب الأستاذ كرامي قدريني ها يوم الاعتذارات جابها بطريقة طريفة وبتعبير جديد أن الناس كتير جدا يعني غيرت وجهة نظرها أو رأيها عندما شافت الإيجابيات التي يعني مارسها موسيماني ومكسوني وفريق النادي الأهلي لدرجة صديقنا اللي اختلفنا معاه واتفح معنا بعد ذلك كثيرا وحتى الآن عندما شاهد الأهلي وتشفته أتكلمك معاه وشايف إذا كان موقفه عندما شاهد الأهلي وعيشه هو كمان يعني كان له رأي إيجابي جدا أن احنا يعني أراد أن يبر سابق انتقادنا الموسيماني حبا فيه ولكن الموسيماني اتعدل وفهم الإعلام المصري بيشوه بس اللي اتعدل يا صديق صحيح خلينا حي إكرام الردين الحياة لأنه كمان بيمثل رأي مهم جدا في قناة عجمان ولعله قدر فعلا يضيف كتير لهذا الاستوديو التحليلي في إظهار حقيقة الآلي والرد على الكثير من الأكاذيت ولما نقطة مهمة لما ينتظر الآلي من تحديات صحيح هنطلع على فاصل وبعد الفاصل نتواصف أهلا بحضراتكم من جديد وما تخافش على الأهل ياللي بتحب الأهل طالما الأهل عنده النظرة المستقبلية اللي بيبني فيها للمستقبل واللي منها زي ما قلتلك بعد الفاصل اللي فات الموافقة على إعارة اتنين من الناشئين الموهبين للدوري السلوفاكي والدوري التشيكي يمكن أحمد بيسو لأحد الأندية في سلوفاكيا وميدو حسام لأحد أندية التشيك وده استمرار للتجربة اللي قال بينافزها واللي الحقيقة كانت مسار تقدير واحد من اللي خاده تجربة مماثلة لما احترف في الخارج تسنه صغيرة وخاد تجربة احتراف بعد كده في عدد من الأندية الكبيرة الكابتل أحمد حسام ميدو معلقا على سياسة الأهل مغربي ومحمد ياسر اتنين لعيبة صغيرين يعني لاحستهم في كسر ربطة ومحمد مغربي بالذات شد عناية لعيب سنترباك أشول بيتقدم وبيبدأ هجمها بشكل كويس وواحد من مكاسب كسر ربطة النهاردة الأهلي خاد قرار أنه هو يروح تشيك أنهم يروح تشيك وأنا عجبني جدا الفكرة دي على الفكرة أن الأهلي عامل سيستر كلاب يعني إيه سيستر كلاب يعني توقمة نادي معاه في أوروبا النادي ده بيتقلوا اللعيبة بتوعهم يعني أنا عجبني بحي إقدارة الأهلي وإقدارة الكرة في الأهلي على فكرة أن أنت بيعندك سيستر كلاب في أوروبا وفي المستوى ده اللعيب يا معنا ما بيسافر عنده 19 سنة و18 سنة يسافر يوعد سنتين ثلاثة في أوروبا صدقوني ببلاعيب مختلف بيفرق عن كل اللعيبة اللي في مصر 7-8 سنين سنتين تدريب الأكل النوم الجداف التدريبات ما فيش حاجة أسمعها أن أنت نازل تامنينة النهاردة تاخدها بالراحة مش هتاكل معاهم هيفرموك بيقولك يعني إيه the way you train the way you play الطريقة اللي تمرن بيها هي الطريقة اللي تلعب بيها فلو ما تمرنتش كده مش تلعب فعجبني الفكرة قوي لا ينبئك مثل خبير والخبير هنا على فكرة ينبئك بحاجة كان يتمنى أن هما يفرموه بس هو فرمه لأن لو عرفوا يفرموك كابتن أحمد حسام يا أستاذ ابراهيم كان زمان عدى براموفيتش ودرقبة لأن هو كان طلعته أقوى من الاتنين دول وهو دلوقتي بيعترف ولكن أنا لو كنت بس شوية راست على نفسي مرسل يا رزيزي وسبتهم يفرموني بتعبيره كان زمانه هو فارم الدنيا كلها لأنه إمكانات ميده في سنه ما كانتش في حد بالمستوى ده بالقوة البدنية دي بالمهارة دي بالرغبة ولكنه واضح أنه دماغه بتحركه في اللي هو عايزه وهو تمنى حتى هو بيقيم تجربة محمد صلاح تمنى أنه يكون كانت عنده دماغ صلاح والسيس بالزبط جدا كان كان كسر الدنيا أكتر ما أن التجربة العميقة بتاعته واحد من التجارب النكحة جدا اللعب المصريين بره ساي بسمعة كويسة ولكن ما حققاش نفسه ما يستحقه أو ما تستحقه هذه الموهد كمان الزميل العزيز إبراهيم فاي كان له رأي في تجربة الأهلي نشوف عارض ثنائي الشباب مغربي ومحمد ياسر لأحد الأندية فيه الشيك في الدوري الدرجة الأولى الميزة بقى بشكل عام في إيه إن أنت بتخرج كل اللعيبة بتاعتك علشان تستفيد منها فنيا حط مادية دي على جبه بصراحة عشان مادية دي مش هي اللي بتبصلها دلوقتي أنت عندك قطاع نشيقين عمال بيه خرج يخرج منهم أي لعيب يتقلق تعالى حصل ده مع عبد المنعم مرة واثنين وديه التالتة تعالى منعم خلاص جامد جاهز جاهز خلاص ما دفعتش فيه مالين بتاعي تعالى مين تاني عبد القادر كان خرج قبل كده لظروف قبل كده وبرضو حصل تواصل ورجعوه الإعراض اللي هم خرجوها زي عمار حمدي يزيد ويرجع تاني زي صلاح محسن يزيد ويرجع تاني زي ناصر مهر يزيد ويرجع تاني إجمالا أنت بتطلع على اللعيبة فبتستفيد منها بتشوف إمكانياتها والله طلع جامد وفت وأنا محتاج وتعالى طب شرخ وكمل وطلع برة استفدتين هنستفيد إحنا كمنتقب مصر وعندنا لعيف بفردة إله في أوروبا وإنت كنادي أهلي حيخش لك فلوس حلوة فكلها استفادات هو بيأي يأكد على اللي إحنا يعني بنعمله على سياسة الأهلي طبعا إحنا مقتنعين طبعا ومقصوطين للناس خدت بالها من إيجابية فكرة الأهلي في الإعراض الداخلية والخارجية خصوصا الخارجية يا جماعة التأثير بتاع الأهلي في الكرة المصرية أنت مش بس بتتكلم على مستوى لعبين حتى في الناشئين اللي بينتقلوا من الأهلي إعراض للأندية داخل الدور المصري بيسروا الدور المصري وبيقول فرق اللي بيعاروا إليها وبيرجعوا وأعتقد أحمد عبدالقادر خير المثال ومحمد عبد المنعد لكن كمان حتى بيمتد أن أنت بتصنع كوادر فنية هو حد يقدر يقول أن حسان حسن ده مش صنعة في الأهلي بروحه وبكفاءته وبخبراته حد يقدر يقول أحمد سامي في مسيرته الهيلة جدا كمدير فني بالمناسبة هو أبرز المرشحين للمنتخب اللي اللومبي بعد الكابتن شاوه غريب لكن كمان علي مهر في فيوتشر عامل تجربة هيلة شفنا الكابتن علي عبدالعال أيضا مع إسترن كامبني وإزاي مرجعهم لمحاولة الإنقاذ شفنا حتى كشري في كل تجربة شفنا فاتت كتير كتير من رضا شحطة في الجونم برح بيكسب الإسماعيل في الإسماعيلية وعمل تجربة هيلة جدا رضا شحطة كمدرب وقعد جدا على فكرة الكابتن أحمد سامي تسأل أنت معروض عليك مدير فني في الزمالك أو مدرب عام أو مساعد في الأهلي تختار نشوه محسوب عن نادي الأهلي طبعا من ولاد نادي الأهلي حلوة يعني لو تعرض عليك أنت تبقى مدرب في النادي الأهلي ومدير فني في نادي الزمالك تقبل إيه مدرب في النادي الأهلي آه مدير فني أجنبي أنا أجيبها لك واضحة آه مدير فني أجنبي وطلبوا كابتن أحمد سامي عام مدرب طبعا أنا ما أقدرش أتأخر عن نادي الأهلي عا طبعا في أي منصب وفي أي مكان أي طبعا وحلم ليك طبعا طبعا نادي أهلي ده يعني من نوادي مش على مستوى أفريقيا بس على مستوى العالم طب انت ليه مش في أي صورة في النادي الأهل يعني انت أصلا مش في خريطة أنا بدأت أصلا هي بأربص ولا حتى في الناشئين ليه أنا علاقتي بكل النادي الأهل كويس يعني مش عارف إيه الحرص التاع مهيب إنه يحرج التاع أو يدي له الكلام اللي يدايقه يعني هو الراجل بيقولك هو كابتن أحمد سامي راجل بيشتغل مدير فني وناجح في كل يعني اشتغل مع طلع الجيش وكان له بصمة اشتغل مع سموحة ولوه بصمة يعني خلاص يعني مش ضرورة تقوله طب انت مشتغلش في القالح اشتغل مدير فني وهو عادت حتى بلا باقة وزكاء لما قاله مدرب في النادي الأهل مقدرش هتأخر لكن قطعا هو سعيد كمدير فني النهاردة في سموحة بيعبر عن نفس جماعة انتوا لازم تفهموا حاجة نقطة مهمة جدا عشان الناس اللي بتقول ايه عايزين معك كروش مدير او مدرب عام او رجل تاني قوي الكلام ده يعني عايزين حد مساعد يفرض رأيه قادر على ان يفرض رأيه على الرجل الاول ده انتوا دعات دعات مشاكل اه طبعا المدير الفني ولذلك المدير الفني الاجنابي بقى يجيب بالطقم بتاعه ليه مش عاد داوشة ده حتى 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 موسيماني لما جاب جونسون معاه وعشان كان مدير فني هناك الرجل ماكملش اه لانه ما هو عايز مساحة يعبر عن عن سياسته هو وهو كابتن ضياس سيد قليل ما هو ضياس سيد اشتغل المكان ده يا جماعة واشتغل مدرب مدير فني لمنتخب الشباب وتآهل بله بالطلاق جديره ده ده على منتخب مصر اه انا بكلمك بقى على مستوى النادي الالي يقولك عايزين يجيب واحد زي فلان الفلاني ما هو صعب صعب النهاردة على المال يشتغل حتى لو قبل هيقبل من باب رد الجميل للمكان بتاعه زي كابتن احمد سامي كده لكن اي واحد فيهم يتمنى انه يجي النادي الاهلي مدير فني صحيح هو هو ما تحرقوش الناس بالكلام اللي الجماهير نفسها تسمع عجابات معينة وتتضغطوا عليهم بيه ده مش صح الجزئة المهمة دي اللي المهان ساعد لي بيقولها هو النس انت عايز تخرق النظام انت عايز تضغط على المدرب عشان تطفشه دي تكة تانية لو فكرة ان انا عايز افرض على المدير الفني واحد يكون شخصته قوي يعني يكون شخصته قوي يعرف يتخانق كويس يعني هو في الاصل مساعد على فكرة كلمة المدرب العام دي تر ايه احنا عملناها في الاعلام ان مساعد المدير الفني بدل ما نقول عليه المدرب المساعد حتى الكابتن الجوهري لما اطلق فكرة المدير الفني كان المسمى ده المدرب كل من سبق الكابتن الجوهري كان مدرب والمساعد بتاعه لا يبقى ده مدير فني ويبقى ده مدرب عاد من نوع من درجات الرتب شوية ده الدور الممتاز والدرجة الاولى اه هو القسم التاني يقولك الممتاز به لا ماشي لكن انا عايز اقول حاجة تانية نجاح الكابتن احمد سامي وعلي ماهر وردش حاتة وحسام حسن وقبل كده كمان احمد كشري وكل المدربين من ابناء النادي الاهلي دي تجارب يا جماعة بينهديها لنلعيب تلكورة القدام اللي في الاهلي اللي ما بيشتغلوش في الاهلي وقاعدين يتكلموه او يطلعو في استوديوهات او في برامج ممكن يسيل للنادي الاهلي وممكن يهاجم وممكن ينتقد وممكن ينفسك اذا كان مو يبناشي بقوله انت فين من نادي الاهلي شوفوا بقية الناس اللي اصغر منكم ازاي عندها طموح وعندها الرغبة وعندها الهدف وقدرت تنمي قدراتها وقدرت تشتغل وقدرت تنجح وتستمر مش فكرة ان انا افضل مستاني لغاية لما تكلم على انها عايز اشتغل بقطاع النشئين وليه زيد طي ما اللي شغال ده برضو زميلة لكن نجاح هذه التجارب اعتقد كافية بالرد على الناس جدوا بطموحك كبر قدراتك اهتم بنفسك اشتغل خلي عندك طموح انجح وعندك الوقاع الكتيرة جدا والحمد لله ان مدرس الاهلي بتفرز هذا النجاح صحيح يعني الحقيقة كلهم حتى علي عبدالعال حتى يعني فعلا فعلا اللي اتربى هنا في المدرسة دي وعارف مقاومات الرياضة وعارف الطموح وعارف الانضباط وعارف الالتزام وقادر يستفيد من من المكونات بتاعة هذه المدرسة بينجح ابتداء من الكابتن بقى عبدالصالح الوحش عليها رحمة الله للكابتن الجهري لكل مديرين الفنيين والمدربين تباعا للكابتن مختار كابتن طه طوخي يعني عندك كتير جدا من مدرسة الاهلي الفنية اللي متميزة بسمات وخصائص الكرة الاهلوية بتقدر تنجح لما بتلتزم بيها لكن لو تعرض عليك اهلي او زمالك تختار مين ده سؤال كمان سؤال للكابتن فوز البنزيرت المدرب التونسي الكبير كان اختياره مختلف نشوفه لو اتيحت لك الفرصة للتدريب في مصر بين الاهلي او الزمالك ايهو ما ستختار صعب لازم تختار حتى تتاح الفرصة لم تتاح الفرصة لحد اليوم بشيكون انا متواجد في مصر عدد برات لم تختار انت خايف انه جماهير الاهلي او جماهير الزمالك يزعلوا منك صحب لا 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 طيب مع من فضلت العمل الوقت الحاضر نقول لك الزمالك لانه الاهلي الوقت الحاضر فيه احسن حالات والزمالك طيب على الاقل اجبت على هاد السؤال بصراحة يعني هو الرجل طبعا بعد ما اقولك الاهلي جاهز بقوته طبعا يعني هو الرجل اختار معيار موضوع انا كمدرب هروح ودي الفكرة اللي بيشتغل على نجاح بيبقى بمأزق اه طبعا اللي بيشتغل على حد عايز يتجاوز مرحلة ما الى طريق النجاح بيبقى عنده فرص لان اي خطوة ياخدها لقدام هي نجاح لكن انت لما تحافظ على النجاح ما انت على نجاح ما عملتش حاجة اه زي ضربة الجزاء لما تجيبها مش انجاز قوي ولو النادي الوقت بقت انجاز لان بتحسن بطولات لكن فكرة ان ضربة الجزاء هي المفروض 80% للي بيسدد الضربة اه بس عجبني حاجة بقى عجل فقط النظر اليه شفتوا ازاي ان الدور المصري فارض نفسه على الاشقاء عربيا ما في فقر النهاردة في اي حتة الا المقارنة بين الاهل والزمالك واداء الاهل باختلاف بقى التناول النهاردة المجيعة مهتمية على دير بالنادي الاهل ايضا اهل وزمالك بتسأل فوز البنزارتي احد رموز التدريب اه في تونس بالمناسبة هو اللي رشح لنا دومونيك انه يجي النادي الاهل وقابلته كان دومونيك في النجم كان في صفاقتي في الصفاقتي اه وقال لي هو هو طبيعته شوية حامية متمرن لكن الاهل قادر على ضبطه اه والحقي دومونيك كان يملك امكانات هيلة جدا دماغه هي اللي كانت تعبى شوية ورغم هذا نجح نجح في الاهل ونجح في الزمالك اه طيب لعيب الكرة بموهبته عنده حاسة وعنده تزوق وعلى فكرة كتير لما الناس بتتسئل ودي انا اتمنى الناس توقف عندها شوية في حتة المقارنة بين الموهبين هو مين احرف يا جماعة السؤال دا والله صدقوني في قدر عالي جدا من الخطأ مش عايز اقول استاذاجة كل واحد له طعم وكل واحد كرته لها شكل فيتقل لا والهدف بيبقى ان انت عايز تقلل من الطرف التاني فبتتراحل المقارنة بين حد منهجيا دا جهل شديد لانه المهارة مش مش دا عنده خمسة كيلو مهارة فالتاني بقى عنده اربعة ونص بقى دا احسن دا مهارته شكل ودا مهارته شكل دا مختلف عن دا لكن عبد سطار صبري وواحد من الموهبين المهاريين مع المنتخب ومع المقولين ومع تجربة احتراف في البرتغال لما تسأل عن برضو مين احسن حد كان شايفه موهوب نشوف اللي يعد كابتر نحامد عبدالطيف برضو بشكل قوي كابتر خطيب يعني الوحيد اللي يعد كابتر نحامد عبدالطيف في المهارة كابتر خطيب لا كابتر خطيب لا وزيع كابتر خطيب يعني مهاري وكولترور عادي ومشانسى موقف كنت انا وحازم برضو من المواقف في المنتخب بما كان ماسك المنتخب مصر فترة تكبت فترة وكان فروج عفا ساعتها احنا كنا رحين نعمل شابنج احنا شوفنا الخطيب كده في المول كده في الشابنج انا وحازم رح نجلينا على طول بقى مشينا معا بقى بقى يتكلم معا بقى انتو لعيبة كويسة وانتو حاجة جميلة بس ليه ده بقى غطى كده من ضمن يعني غطى على الارض مرمي على الارض اه مرمي على وشه مرمي على ايه على ظهره فهمس بس صعب جدا قال لنا فيش كرة فيش مستحيل لازم تبقى انت مقتنع ان انت هتعمل الحاجة دي فيش مشكلة خالص قال مثلا زي الغطى ده انتو شايفينه يعني يطول عليه صعب ان هو يطلع يعني طلعه فوق الحاجات ده كلها بس صنع الغطى كده صعب جدا لانه مره واحدة هو جايرة طلعه كده وعادي يمشي في الممر كده في الشوبينج كده شوية عادي الناس بتبص عليه بالغطى يا لأ لأ حاجة فضيعة جدا يعني بقولك من ضمن الحاجات اللي هنا ايه خطيب اما لابنا تقسمات برضو كنا منلعب لمسة واحدة اي لا لا كنا منبصيل الكرة لما بتحطوله مقارنات شوف الكابتن حماد عبداللطيف من اكتر الناس اللي شفته في حياتي تقدر ترقص في المساحات الدايئة يعني يعني هو يقارن بعبدالسطار نفسه ويقارن بحزم ايمان لكن الكابتن ووليد صلاح الدين ووليد صلاح الدين الحاجات دي انما وحماد عبداللطيف في الحقيقة ما كنتش ما كنتش بشوف الكرة بتقطع منه صحيح واخد بالك لكن هم ما يقدرش يجري بالكور ما يقدرش يعمل حاجات انما الكابتن الخطيب مهرته في حتة تانية تكمله في انه راجل هدف وبيشوت من برة وبيرقص بالكورة ويخده مرة بصدره ومرة مش عارف ازاي ومرة من فوق دماغك مهرات متنوعة اما حكات غطى الكزوزة الكزوزة دا انا قلتلك حصلت معي وحكيتولك وإحنا في المنصورة بس معا علبة بيبسي أسهل شوية اه انما الغطى دا دا غطى مقلوب على وشه مقلوب على وشه انا عايزكوا تجربوها ان عرفتوا تنطروا الغطى دا ولا هتحركوه من مكانه يعني اه لا ولكابتن الخطيب يلاقي منديل في الارض يعني برضو رجله زي يا جماعة هو عبستار حتى لما قال دا قالك ولكابتن الخطيب كان بيكلمنا على انه حازم امامه عبستار من الموهبين فبيقولهم لازم ان تبقوا عارفين ان الكرة مفاش مستحيل لازم ان يبقى عندك طموح لازم ان تنجح لازم ان تنمي موهبتك لازم ان تحبط على الارض ضمن المستحيل ان تطلع غطى كزودة من الارض فبيدللهم على انه الكرة مفاش مستحيل مدام عندك موهبة ومؤمن بموهبتك وقال لهم تبصوا اه تقرب تجيبها من على الارض قالك بصنا لا مستحيل قالك لقينا الكابتن الخطيب بينطر على رجله رأي الموهبين في بعض لكن خلينا نقول انه الاهلي بكل اللي احنا قلناه ما كان يمكن ان يصل الى ما وصل اليه تاريخيا لو لا انه فيه الكثير من الشموع الحمراء عن عمر سلطان باشا واحد من رموز النادي الاهلي الكبار والحقيقة الاباء المؤسسين للنادي الاهلي يستحقوا دايما وابدا ان يكون لهم حضور قوي في الزاكرة الاهلوية ان الناس تبقى عارفة انه من اكتر من مئة سنة ناس حلمت للنادي الاهلي عملت من اجل النادي الاهلي اسست هذا البنيان السابت القوي جدا اللي بعد اكتر من مئة سنة بيسعد الملايين من عشاقه ومحبيه وبيظل الاهلي دائما فخر ومصدر عزة وسعادة كل ابناء هذا الوطن الغالي نشوف في هذا التقرير جانب من لمحات عمر سلطان باشا عمر سلطان باشا احد مؤسسين نادي الاهلي يزخر تاريخ النادي الاهلي بالعديد من القامات والرموز التي لعبت دورا هاما في الحياة السياسية والرياضية بمصر من بينهم الرحل عمر سلطان باشا نجل محمد سلطان باشا الذي كان رئيسا لأول مجلس نيابي في مصر وشقيق نور الهدى محمد سلطان المعروفة باسم هدى شعراوي رائدة الحركة النسائية ومحررة المرأة المصرية وزوجة الثائر المعروف علي شعراوي باشا احد اعضاء الوفد المصري مع الزعيم سعد زغلول باشا ولد عمر سلطان باشا بمدينة المينيا عام 1882 وكان احد الرموز السياسية التي لعبت دورا كبيرا في تأسيس الحزب الوطني مع الزعيم الراحل مصطفى كامل حيث تولى منصب امين صندوق الحزب كما ارتبط بعلاقة قوية مع محمد فريد خليفة مصطفى كامل وكان عمر سلطان يمتلك قدرا كبيرا من الاسهم في صحيفة اللواء النطقة بلسان الحزب الوطني كما كان عضوا في الجمعية الزراعية والتي كان السلطان حسين كامل وراء تأسيسها وكان عضوا ايضا في الجمعية الخيرية الاسلامية بمدينة المينيا ولعب عمر سلطان باشا دورا كبيرا في تأسيس النادي الاهلي حيث كان من اكبر المساهمين في عملية التأسيس واشترى مئة حصة بمبلغ خمسمائة جنيه وكان هدف شركة النادي الاهلي عند تأسيسها جمع مبلغ خمسة الاف جنيه ولم يكن المبلغ كافية مما دفع النادي الى الاقتراض من البنك الاهلي في مارس عام الف وتسعمائة وثمانية بضمان عمر سلطان بيك وإدريس راغب وطلعت حرب بيك وتواجد عمر سلطان باشا في اللجنة العليا مجلس الادارة بالنادي الاهلي في الفترة من الف وتسعمائة وستة عشر وحتى الف وتسعمائة وعشرين كما تم اختياره عضوا في اللجنة الأولمبية المصرية من عام الف وتسعمائة وعشر حتى الف وتسعمائة وسبعة عشر ومما يذكر له بالإعجاب جمعه في داره بالقاهرة مضحفاً عربياً نفيساً جمع من الآثار ما يعود تاريخ بعضه إلى عهد الخلفاء الراشدين والمماليك والأيوبيين وكان هذا المضحف مقصد العارفين بالفن والمغرمين بتاريخه كما اهتم بتأصيل الخيل العربية وتحسين نتاجها ولم يعمر عمر سلطان باشا طويلة فقد اختطفاه الموت سريع وهو في ريعان الشباب في عام 1917 عن عمر يناهز سبعة وثلاثين عاماً ولبست المينيا كلها الحداد على فقيدها ورجلها العظيم وأناب السلطان حسين كامل عنه في تشيع الجنازة محمود بيك نصرت مدير المينيا وقتئذ وفي حضور المأتم عباس بيك الدرة الأمين الثاني في الديوان العالي وأوقفت المدرسة الأميرية حفلتها السنوية للألعاب الرياضية وكذا جميع الحفلات الرسمية والأفراح في عموم المديرية حداداً على فقيد البلاد الكريم وما كاد هذا النبأ العظيم يصل إلى مسمع الكتاب عامة والشعراء خاصة حتى قاموا برثاء الفقيد الكريم ومنها قصيدة عصماء لعبد الحليم المصري شاعر الملك فؤاد الأول تخيالوا هذا الرجل وهذه الحياة الحافلة عدوا مؤسس في النادي الأهلي أبوه كان أول رئيس مجلس نيابي أخته هدى شعراوي يعني أخوه والده كان مع سعد زغلون في المنفى ثم بيته كان متحف ومزار وهاول الخيول وبعدين كل ده يموت عن عمر سبعة وثلاثين سنة مثل هؤلاء الرجال العظام أصبح الأهلي زين النوادي دمتم للأهلي دائماً وداماً لكم الأهلي بإذن الله تعالى زين النوادي بطلاً شامخاً وعلى خير أن نلتقي مسائل الثنين القادم إن شاء الله